موسيقى صباح الجدي والنشاط والتفوق والنجاح إنجاز العملية الامتحانية مشاهدين عمل وطني يهدف دوما إلى النهوض بمستقبل أبنائنا الطلاب هم ثمرة ومستقبل سوريا الحبيبة إرادتي سر نجاحي أهلا بكم أهلا بكم من جديد مشاهدينا في إطار التغطية المستمرة للفضائية التربوية السورية لسير العملية الامتحانية يسعدنا أن نرحب بالأستاذة أماني عمر السيد أحمد أهلا وسهلا بكي وحضرتك معلم صفي تربية دمشق أهلا بكي وأيضا الأستاذ علي داود وحضرتك أميسي المركز امتحاني أهلا ومرحبا بحضرتك صباح خير صباحكم ومنوري إن شاء الله طلابنا اليوم يتوجهون لتقديم مادة اللغة الفرنسية أبدأ من عند حضرتك أستاذ علي يعني دائما هذه المادة ربما يعاني بعض الطلاب من صعوبات لدى دراستها ولكن دائما بالجد والاجتهاد بإمكان أي طالب بالفعل تحقيق الدرجات العليا مبدئيا من خلال طلاعك اليوم أو حتى عبر اتصال الهاتفي نحن طلابنا يعني ما زالوا على مقاعد الامتحانات ما هي الإشارات المبدئية الأولى لتقديمهم؟ الطلاب طالب أكيد الطالب المتفوق اللي بده إن شاء الله يأخذ علامات تامة في طلاب حصرا مادة اللغة الفرنسية محصورة بشهادة الشهادة الثانوية تمام لازم يحصل نتيجة التفوق لازم يحصل علامة تامة هو بيكون طالب يعني يا إنجليزي يا فرنسي إذا بده يحصل علامة تامة لازم يكون بالجد والنشاط والاجتهاد ومسابر طيلة العام الدراسي طبعا أنا في كتير من الطلاب يعني حتى لا مبارح عم يتصلوا معي هنم متفوقين ودارس وحافظ المنهاج ومتابع مع أستاذه وبس عنده رحبة الخوف رحبة المادة حصرا مادة اللغة الفرنسية السبب هو من الطالب هو السبب الطالب لما بيحكي مع أستاذه ومو شرط يكون أستاذ اللغة الفرنسية ممكن يحكي مع أستاذ ثاني ممكن يحكي مع مديره ممكن يحكي مع الموجه تابعه بيريحه بيريحه خبل امتحان يعني أحد الأهالي مبارحة يحكي معي أستاذ ممكن بس تحكي مع أبني بس ولو أنه بدي يسألك سؤال مجرس وأنا طبعا ما بدرس لغة فرنسية حكيت معه شو عم يصير معك أحكي لي شرح لي لأستاذ هيك هيك خمس دقائق ريحت له نفسيته حكيته طمنته وأنه لا تأكلها معتبر حالك رايحة مثلك المادة الثانية حصنا سبحان الله حصنا هي مادة اللغة الفرنسية والحمد لله يعني إن شاء الله بيكون متفوقين مثل ومتلك بهاي كل الطلاب إن شاء الله أكيد يعني نحن نتمنى دائما النجاح والتفوق أكيد كل طلابنا لكن كنت أمني بما ذكرت في البداية بأنه الاجتهاد هو ليس وليد اللحظة هو عملية تراكمية أستاذ أماني عملية تراكمية تماما فلذلك يعني وقت اللي بيضع الطالب خطة دراسية من بداية العام أو حتى أخيرا نتحدث كمان بوضوح من خلال العطلة الصيفية حتى لطلاب الشهادات تحديدا من خلال دورات دائما مستمرة فهيك بيكون الموضوع واضح أكتر أمام الطالب ولكن قبل الامتحانات دائما بيكون فيه متابعة مراجعة استذكار أكتر فهم بحاجة لدعم مزدوج سواء كان مثل ما تفضل الأستاذ علي من ناحية المدرسين الذين يثق بهم أو حتى من العنصر الأساسي وهو الأهل أهمية وجود الأهل بطريقة إيجابية فاعلة وعدم الضغط هو كيد محور أساسي رح نتحدث عنه بالتفصيل كمار مع حضرتك فبليلة الامتحان دي مهم نحن نطمئن أبنائنا الطلاب لسهولة المادة لأن يكون متوازن مع نفسه طبعا بداية أريد أن أقول لك أنه لكل مجتهد نصيب الطالب المتفوق يبدأ من بداية العام الدراسي درس بدرس يتابع بع المعلمة ويرجع إلى البيت بالراجل الذي يأخذهم بالمدرسة هنا دور الأهل يتجلى أن يتابعوا ابنهم ما يطنشوا أعطي الكتاب وإلا درس لحالك لازم متابعة مكثفة مستمرة من الأهل حتى لو كان طالب شهادة لو كان لو يصبح جامعة لازم متابعة مكثفة من قبل الأهل يعني ما أعطي الكتاب وإلا خلاص المهمة بهذه الفقرة بنقصها يعني ممكن تكون العلامة التي يستحق على هذا السؤال ليس مدارسة يعني هون الأهل دورهم يوجهوا ابنهم ويرجعون تماما هلأوقات يكون الأهل ليسوا على سوية تعليمية كافية أحيانا ممكن يكون بإمكانوا الإطلاع مثلا من ناحية التسميع أنا ممكن تحفظ وأنا تابعك بهذه الطريقة لكن هذه النقاط الأساسية هون يمكن يبرز دور الأستاذ المدرسي أكتر بأنه يضع هذه النقاط صح أستاذ علي دائما على الطريق الصحي أكيد مو شرط الأهل يكونوا عندهم أخذين شهادات جامعية أو أخذين شهادات حتى ممكن ثانوية يعني فيه كثير موجودة عنا بمجتمعنا موجودة وبيطلع الطالب بيطلع متفوق وبيتابع بالجامعة بيتخرجوا يعني طباء تخرجوا مهندسين وأهليهم ما بيعرف أميين تمام لكن هون يبرز دور تعاون دائما ما بين الأهل والإدارة المدرسية وعم نحكي كمان هو الطالب من خلال ممكن الأهل يعني مثل ما حكينا الأهل لو ما كانوا عن شهادات بس المدرسة هي الأساس تمام إذا بدي أرجع الآن للمركز الامتحاني حضرتك أمين سر لديك مجموعة من المهام التي تبدأ العمل عليها قبل عملية الامتحان اليوم الأول حتى من ناحية تجهيز المراكز طبعا نحن تحدثنا أيضا في ندوات سابقة ولكن لا مانع أيضا من التركيز بشكل أساسي وإضاءة جوهرية حتى على طبيعة عملكم يعني أكيد حفظ الامتحانات والتعليم أماني مصانئ بكل يعني فروع الامتحانات سواء كانت شهادات أو حتى انتقالية هلأ نحن طبعا الامتحان بيبدأ عنا قبل ما يبلش الطلاب يعني بيوم أو بيومين نحن لما بنستلم الظرف الامتحاني من التربية من الامتحانات نحن بنجي على المركز قبل بيومين مثلا بيكون أمين السر ورئيس المركز تجهيز المركز تجهيز القاهات النظافة يعني بده يكون المركز نظيف طبعا نظافة تامة عنا مثلا بدنا نفرز القاهات قاعة قاعة كل طالب بمقعده الطالبة بيجي مو ناقصه شي بيجي على المقعد مباشرة بدنا نحط لوحات أنه منذكر طلاب فيها هل في طلاب يجي بدور وين الطابع نحن بنكون حاطين الطابع الأول الطابع الثاني يعني مدرسة جديدة يعني ما بيعرف أي شي يتفاجأ هو فيها يعني بيتفاجأ بس لما بيلاقي هذا التنظيم بينصر بيقول يعني بيقول أنه الحمد لله يعني ما سألت حدا ما بيسأل حدا نحن أول يوم طبعا خلصنا حتى جهيز المركز بنعمل اجتماع للمراقبين عننا كمان قبل بيوم أنه بنعطيهم تعليمات لأنه أكيد في كتير من الأساس يكونوا جداد على هذا الشي على الامتحان حصرا تعيين جديد مثلا أو انتخال جديد على لدينا في كل مركز امتحاني أمين سر واحد أمين سر طبعا ولدينا طبعا رئيس مركز ولدينا بكل قاعة امتحانية هلأ ممكن يكونوا ثلاثة مراقبين وممكن اتنين نعم اي أكتر من هيك لا ثلاثة مراقبين مع أمين القاعة لا 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 رئيس القاعة واثنين مراقبين ومراقبين نعم طبعا نحن ممكن يكون مو موجود عنا العدد الكامل مثلا أنا عندي خمس قاعات لازم يكون عندي خمس عشر مراقب فرضا أو كحد أقل عشر مراقبين أنا مباشرة قبل ما يبدأ الامتحان بتصل على المركز الامتحاني الاحتياطي وبطلب أنه يرسلوننا أو يمدوننا ببعض الأسات زي مباشرة يعني بالسرعة القصوى لأنه ما فينا نأجل لفتح الظرف المغلف لبين ما يكونوا المراقبين موجودين هذا الحكي بدي يكون قبل الامتحان طبعا وبكل مركز بكل منطقة مثلا بيكون مركز الامتحاني قريب كتير كتير من المراكز هاي وما بيتأخروا يعني وحدثت يعني وبتحدث في طوارئ سأتحدث أكيد يعني خلال الندوة على موضوع تنسيق دائما مع غرفة المتابعة تماما غرفة المتابعة مباشرة نقص أعود لعند حضرتك أستاذ الأمان نحن تابع الآن يعني مشاهد أيضا من العملية الامتحانية اليوم البارحة كما أعتقد فطلابنا يعني بشكل طبيعي وسلاسة وأمان هم موجودون على مقاعد الدراسة وعلى مقاعد الامتحانات ويقدم كل طالب ما درس وهذا أكيد يعني الشيء الأساسي يعني بعيدا عن أي وسيلة من وسائل الغش لكن تهيئة نفسية ضمن القاعة الامتحانية هذا يقع على المراقب على أمين القاعة ونهوم بالنهاية زملائنا في الميدان وحضرتك أيضا معلمة صفوة كنت من مراقبة أكيد هاي الطريقة اللي بتتعاملوا فيها مع الأبناء يعني كيف بتكون القاعة الامتحانية المليئة بالهدوء أول شغلة بتحفز تلميء الطالب حتى يركز بأسئلة الامتحان وهذا بيشجعوا لأنه كمان نكتب إجابات صح يعني ما يسبب ما يكون عنده أي تشتت أهم شيء الابتسامة الوجه اللي بشوش للمراقبين طلابنا دائما بيقولوا الكلمة الطيبة الصدقة إحنا ما رح نحكي بس على الأقل الابتسامة يعني ابتسامة خفيفة نبتعد عن جو المشاحنات كثير من الطلاب بالقاعة من خالفوا شوي بعض القواعد الامتحانية أنا ما بعمل شوشرة بالقاعة وبشتت القاعة كلها تلا بهدوء بحل هذا الموضوع طيب خليني أدخل أكتر بتفصيل السلوكي يعني دائما الحزم مطلوب نحن بالنهاية نتقدم إلى امتحان شهادة يعني الطالب يجب أن يكون شاعر بعملية بالانضباط وبمسؤولية الشهادة فممكن يتصرف المراقب بطريقة حازمة نوعا ما بأن يصرخ لحظة دخوله إلى القاعة لضبط هذه القاعة يعني أحيانا بتحصل هذه الأمور طريقة صحيحة من وجهة نظرك يعني هل هو الصراخ مثلا التوجيهات كيف لازم تكون أنا أتحدث لفظيا وسلوكيا حتى بشكل أن لا نكون متراخين وأن لا نكون حازمين أبدا هذا أسلوب الصراخ لأنه ممكن يؤثر على كل القاعة بتتوتر القاعة كلها تقول لا بنبه مرة وتنتين أول ما دخلت على القاعة نحن ما بلدشنا بالامتحان طبعا بيقولوا رحم الله امرأ عرف أحده فوقف عنده خلص أنا بحطة حدود لا كتير بتمادى وبضحك وبمزح ولا كتير كمان بحطة العقدة بفوت على الصف يعني كمان هذا طالب بحاجة لكلمة حنونية أو حتى ممكن أنه بس شعف وجهه بشوش بيرتاح نفسيا ومن ناحية تطبيق التعليمات الامتحانية يعني مباشرة الطالب تفضل على مقعدك إلى آخره يعني أنا عم حاول فعلا نكون صلة وصل حتى مع الأهل بأنه أبنائكم هاي هي الطريقة اللي نحنا فعلا عم تكون بمعظم مدارسنا لأنه بالنهاية نحن نتحدث عن بيئة فعلا الميثارية وهذا أمر في كل البلدان نحن عاملهم مثل أبناء أنا وأكثر يعني أنا لما بفوت على قاعد بحط ابني مكان هذا الطالب فعملوا بحبة بحنان في حال حدث أي مشادة كلامية بين الطالب والمراقب بناء على التعليمات الامتحانية كيف يجب أن يتصرف المراقب تنبي ما مش الحال بيستطيع رئيس المركز طبعا هنا التواصل أستاذ علي دائما عبيكون حتى بحضور أمين السر أم فقط رئيس المركز وأمين القاعة أمين السر ورئيس المركز هلأ ممكن ما يجي رئيس المركز أول ما يجي أمين السر بيحاكي للطالب شو المشكلة بيشوف المراقب شو المشكلة خلاص نحن ما فينا كمان نوتر الطلاب يعني ممكن برم رأسه لأورا طلع برفيه ويعني مثلا ممكن هاي ممكن هيك شغلات هاي في كتير المراقبين حتى هي ما بيتحمله صحيح طبعا لأنه في بعض الطلاب وصارت في بعض الطلاب إذا رفئه نكشوا أو ما نكشوا حيام يحكي معه أنه هيك صوت خافت نقلني أو بعد لي وردتك هيك في الطالب اللي بيكون عم يكتب بيبطل يكتب صحيح هون بالمرشد النفسي هون بيتدخل يعني كمان هون بيتدخل بهذا الزر المرشد النفسي تماما تماما أنه صار في مرشدين نفسيين بالمراكز الامتحانية طالب المرشد النفسي لكن هو ليس في القاعة وإنه في المركز بشكل عام بالمركز لا المركز كامل من يستدعيه بهذاك حالي أمين القاعة رئيس القاعة بينادي لأمين السر أو رئيس المركز نحن بنبعث الفور موجود هو الزار هذا يعني طبعا مو من أول مرة الطالب رئيس القاعة هون بنبهنا أنه هذا الطالب ما عد كتب صار عميت وقت فيه مشكلة طبعا الشخص التاني بيكون فارد شخصيته عليه وأنا بعمل وأنا هيك جميل جدا هذا الكلام إذن الشخصية القيادية مطلوبة جدا سواء كان بالعملية التعليمية أو حتى بالامتحانية يعني دائما هناك معايير أستاذ أماني يجب أن يتمتع بها المدرس والمراقب بشكل عام أيضا من خلال تعاملك مع أبنائنا الطربي ذكرت بأنه الحال الوسط الاعتدال هو دائما سيد الموقف دائما بيكون فيه ضغط أحيانا حتى من قبل الأهل بهذا الموضوع بالتحديد كيف كانت المراقبة كيف كان الأساذ معك أحيانا بيكون فيه يعني تجهيش حتى من قبل الأهل من ناحية الحرص طبعا طريقة صحيحة من قبل الأهل للتعامل مع المراقبين أو حتى مع أبنائهم ما هي أحيانا بي نوه على شغلة أحيانا الطلاب ما بينقلوا صورة صحيحة اللي بيصير ضمن ضمن القاعة يعني هون بتلاقي الأهل بلشوا حرب على المعلمات على المراقبات يعني لدرجة أحيانا بيطلع ابنهم ما ما سمحوا لمجال حوص بتلاقي يعني وكأن هذا أمر مشروع الدعوات سمع أذننا عم نسمعها يعني بس لازم الأهل ماك الكلمة بيحكيها ابنهم كمان يصدقوا يعني لازم حطوا حالهم كمان مكاننا يعني ترى إذا أنت مدرس كنت بتسمح بالتسيب أو بالغش طيب الطريقة الصحيحة أيضا من قبل الأهل لتوجيه الأبناء بأنك أنت بالنهاية بضمن امتحان ولديك يعني واجب يجب أن يؤدى في أهل ما بيتعاملوا مع الأبناء بهذه الطريقة الواعية من طريقة كمان يعني تعاملك مع الطلاب كيف نحن فينا نوجه هذه الرسائل للأهل أهم شيء وخاصة الشيء عم نشوفهم نسمعهم خلص يزرع بأبناءهم إنه من غشنا فليس مننا كثير كثير عمنا عن هذا الموضوع يعني لما المراقب ما عم بيسمح له يحوز أو أو يخلي رفقه ينقله يعني أبدا يعني دائما عم بيكون في لون المؤلم وكأنه لازم إلونه وخلص إنه من غشنا فليس مننا خلي يزرع بنفوس ولا دون هذا الشيء حتى يمشوا بأمان أكيد نتمنى دائما أن يحصل طلابنا على درجاته العليا بإجتهاده طيب أستاذ علي أيضا من ضمن مهام أمين سر المركز الامتحاني متابعة أي خلل سواء كان بعدد المراقبين نقص أو حتى إن كان في بعض الطلاب يعني ممكن يغير المركز الامتحاني نتيجة ظروف طارئة قد تحصل صباحا كمان خبرنا عن هذه الإشكاليات لا ما بتصير إشكاليات مثلا أحد الطلاب جاء على المركز الامتحاني هلا الطلاب الأحرار بيكونوا عم يقدموا أحرار لازم يتصحب معه بالإضافة لبطاقة الامتحانية الهوية الشخصية أحد الطلاب يعني قبل الامتحان بيوم ضاعت الهوية والبطاقة اجعل شو بدي أعمل اجعل مركز الامتحاني طيب كمان هذا الطالب ما في بيقول له روح الله معك ما في طبعا أول يوم كان مداون المادة التانية يعني ما بيعرفوا خلص أهله برعت وتروا عم يبكوا شو بدي أعمل راح الامتحان على أبني لا تفضل أهله سهلا فتنا نحن عنا بطاقة تانية ومنخاطب الامتحانات هذا الطالب موجود عنا ولا نتأكد منه جبت البطاقة أنا وحطيت يعني البطاقة الاحتياطية اللي معي أنا بالمركز عندي بطاقة وحطيتها قدامه وكان عم يبكي الولد ومنهار نفسيا حتى أهله بره أنه خلص راح الامتحان عليه ورسب الطالب لا لما شاه هذا الحكي اتغيرت النفسية كله حتى الأهل رتاحه أذران شهادت تعليم أساسي أم ثانوي تعليم ثانوي ثانوي جايما هو لما اجعل الامتحان جاي الأهل معه أبو أمه نحن شو نتصرف نحن كان لازم تتصرف مبارح مساء نتروح تكتب ضبط شرطة وتجيبه معك حتى نحن نتأكد من هذا الشي تماما سأعد بالتفصيل أستاذ علي لهذا الموضوع لكن نسمحه لديوفي وأيضا مشاهدينا أن نتابع الآن من الميدان العملية الامتحانية عبر الاتصال الهاتفي مع الأستاذ عدنان قاسم موجه لغة إنجليزية يسعد صباحك أستاذ عدنان صباح النور أهلا بك على شاشة التربوية السورية لداية كل الشكر والتقديد للتربوية السورية شكرا لحضرتك وجهود مشكورة خبرنا أستاذ عدنان من خلال جولتك الميدانية تقبل الطلاب لمادة اللغة الفرنسية اليوم في ملاحظات حقيقة تمت اليوم تقديد عدة مراكز مدينة دمشق الامتحان اليوم يسير بشكل هادئ لم نتلقى أي شكوة من الطلاب بخصوص أسلت اليوم الارتياح ساعد على الوجوه في رضا عن مادة الضغة الفرنسية تماما وعند سؤال معظم الطلبي عن الأسل كانت جواب بأن الأسلت لا تهلم جميل جدا هذا كلام مبشر بأن تكون درجات طلابنا إن شاء الله بنهاية العام مرتفعة بإذن الله إن شاء الله طبعا أنتحان اليوم وفي مادة لغة الفرنسية بالضبط نعم أستاذ عدنان دائما من خلال متابعة عملكم ربما تحصل بعض الإشكاليات من خلال عدد المراقبين أو حتى تأخر بعض الطلاب أو حتى ضبط حالات الغش نحن ما زلنا في ساعاته الأولى من تقدم طلابنا لهذه المادة تضعنا أيضا بتفاصيل أكثر طبيعة عملك كموجه تربوي وأيضا مشرف ومندوب وزاري بهذه الجولة حقيقة لمسنا أن الامتحان عاد إلى حالته الطبيعي وأن الامتحانات تعكد مدى التزام طلبتنا بالتعليمات الناظمة للعملية الامتحانية حلو لاحظت فيه تقيد دائما بالتعليمات الامتحانية ما كان فيه حالات غش وحتى من قبل التوجيهات التي حصلت للمراقبين بالالتزام بالهدوء بالتعامل الأبوي دائما ما كان في أي شكوة الطلابهم أبناؤنا نحن نحررسون جدا على أن ينالوا ثمرة جهدها لنهاية هذا الامتحان تمام طيب أستاذ عدنان يعني على كم مركز اليوم كانت تجولتك كانت جولتنا على حوالي سبعة مراكز في منطقة البرامك تمام لاحظت وجود تجمع للأهالي أمام باب المراكز الامتحانية حقيقة هناك تجمع ما رأيك بهذه الظاهرة التي يعني باتت ملازمة ومرافقة دائما لسير العملية الامتحانية حقيقة لا نستطيع أن نلوم الأهل على طلقهم على مستقبل أبنائي لكن ما نرجوه من الأهالي هو الابتعاد عن أبواب المراكز الامتحانية طيب هي أكيد رسالة يعني نتمنى بالفعل أن تصل لكن بالعموم مثل ما تفضلت بأنه في خوف يقع دائما خلال الامتحانات بشكل عام رغم دائما تطمين من قبل التربية أو حتى الموجهين ولكن هذا الخوف موجود يعني برأيك لما طالب عم بقدم امتحان ضمن القاعة أنت كأهل ما فيك تعمله أنت بخارج المركز غير أنك تخلق ربما حالة من التوتر حقيقة الله نستطيع أن نلوم الأهل على مشاعر الأبوية التي يطيرونها تجاه أولادهم لكن المبالغة الزائدة يعني غير محبز ويجب على الأهل أن يكون على يقين بأن هؤلاء الطلاب أماني في أعناقنا نعم أكيد في حال ورود أي شكوى من قبل الأهالي على مراقب مثلا كيف يتم التحقيق بالموضوع طبعا أي شكوى يجب أن ينظر فيها بدقة وأن يتم استجواب ورصد الواقع بدقة وبالتأكيد كل ذي حق سينا الحق بتمنالكم أكيد كل التوفيق في عملكم شكرا جزيلا لوجودك معنا عبر الاتصال الهاتفي موجه اللغة الإنجليزية الأستاذ عدنان قاسم يعطيك ألف عافية شكرا جزيلا لكم شكرا للفضائية السورية شكرا لك نعم أعود لعنت حضرتك أستاذ أماني يعني شخصية الطالب دائما كمان بتكون مساعدة وداعمة ربما أو أحيانا تنعكس سلبا على الأداء الامتحاني إذا بيتحدث عن طالب تعليم أساسي يعني نشوف نحن الآن بناء على التغير الكبير جدا في المجتمعات بعد طالب التعليم الأساسي يمتلك من مهارات الحياة الكثير كيف تشوف طلابنا مبدئيا فعلا عندهم هاي الشخصية القوية ولا لسه في نوع من قلة الدراية بإدارة شؤونهم طبعا تتفاوت هذا النوع من الشخصية الأهل بيلعبوا دور كبير بناء شخصية الطالب لا سيما في الأول الأخيرة بيسمع أنا كثير من الأهالي عم يقارنوا ابنهم مثلا هلا بفترة الامتحانات أنه شد حالك الدروس بديك تطلع مثل فلان مثل ابن عمك مثل جارك هون الطالب إذا ما حقق نتيجة مماثلة أو أعلى لحيصير عنده شعور الحقد الغيرة الحسن لازم الأهل هون ينتبهوا لهذه الشغلات تمام لكن بالنسبة لي للطالب نفسه يعني امتلاكوا لي المعرفة بأنه أنا أقدم امتحان لازم يكون الوضع مطمئن أكتر بالنسبة لي عم يحاولوا الأهل يضعوا بهذا الجو وأيضا المراقب أكيد موجود معه دائما يعني بأمان وسلاسة وحتى مدرسينه خلال العام الدراسي طالب الشهادة الثانوية الآن أصبح نوعا ما أقوى أصلب متمكن أكتر من هذا الأمر وهناك تبدى الهرموني إذا أتحدث أنا على فترة مراهقة هون الأهل فعلا يقعوا بضغط نفسي كبير جدا يعني نحن مبنى اللوم دائما لأهل أنا حتى لما سألت كيف يكون وجود الأهالي خارجه المنزل هو نوع من الأمان لإلهن تماما المراهقة هي من أدق الفترات نعرف أن تبلش بسنة 13 وبنتها ب18 أو حتى بتستمر للـ 25 هون أهالي طبعا لازم خاصة لازم تكون صديقة لبنتها ما تكون دائما بالأوامر عملي هيك لا تعملي هيك لأنه البنت أو الشاب هاي الفترة بس تملي عليهم الأب أو الأم الأوامر رح يبالشوا بأسلوب العناد خلص ما عارت لي عملي هيك بعملي العكس مثلا البنت فترة مراهقة تلاقيها بتلتفت بتحب المكياج بتحب الأزياء أي معلش تسمح للأم بس تحت إشرافها ونفس الشي كمان الأب يعني يعني لا نمنع هذه الرغبات ولكن دائما يكون فيه توجيه من قبل الأهالي لما بتحدث أستاذ علي على موضوع للإشراف والمتابعة دائما حتى كوادرنا التربوية أكيد جهود مشكورة وهذا الضغط المستمر دائما خلال العام الدراسي أو حتى خلال فترة الانتحانات وما بعد نحن منتقل بعد العمليات والتصحيح وإلى آخره يعني أكيد فيه عملية تقييم لأداء المدرس وأداء الموجه وبالتالي يعني يكافأ أو ربما تتم الإضاءة على بعض النقاط التي يجب تعديلها كيف بتتم عملية تقييم الكوادر التربوية هلا تقييم عملية الكوادر التربوية ماهو ما العلاقة بالامتحانات تماما هي من خلال العام الدراسي هي بالإدارة بإدارة المدرسة المدير طبعا هون كل طبعا دائما بيطلبوا مننا هذا الشيء بالمدارس والعالم تتفاجأ أنه ممكن يكون فيه هيك شيء طبعا فيه طبعا فيه يعني ما المعايير اللي بيتم وضع من قبل التربية أو الإدارات المدرسية المعايير موجودة شخصية المدرس ضبط حسن ضبط المدرس بالصف للطلاب مدى يعني المدرس طبعا مدائما مدائما بيكون بحياة نفسية أنا ما فيني كمان أعطي تقييم وكل يوم طبعا كل الناس إلا مزاجها ما بيكون راكز اليوم موطي يوم بيكون نفس المزاج في أسادزي بعض الأسادزي قديرين يعني أنا مثل أنا هلأ في عندي يعني هلأ كيب أتوجه الشكر لأنسي أنا كنت طالق أحد طلابة وهلأ أنا وياها بمدرسة واحدة أنا وياها بمدرسة واحدة يعني أنا هاي المدرسة أنا بدي قيمها كتير حلو هي كانت أنستي طبعا كتير حلو يعني وقت اللي بيكون فعلا المدرس مع أستاذه بنفس المدرسة تماما وهي تجربة يعني ما ضمنة بالفعل يعني خاضها لكن إذا بدي أتحدث على التقييم بطريقة تفصيلية أكتر وأنا لي غرض من هذا السؤال يتم التقييم من ناحية علمية من قبل الموجهين العلميين تماما أما من الناحية السلوطية الإدارية من اللي بي قيم هذا الأمر؟ طبعا هو مدير المدرسة بي قيمها بس طبعا مو لحاله ما فيه طبعا فيه الكادر إداري بيأخذ آراء الكل مشان ما يعني أنا ما فيني حط لمدرس مثلا تقييمه يجي يقول والله حطله عشرة من عشرة أو تسعة من عشرة مثلا أو تسعة أو بيتأخذ آراء الطلاب؟ طبعا لا الطلاب كيف بيتأخذ آراء الطلاب؟ بيجي مثلا شكوى من طالب لموجه أستاذ أنا الأستاذ ما أفهم عليه طبعا ما بقيت بدي أسمع منه ماشي شو السبب؟ بيقول الأستاذ أنا ما عم أفهمني ما عم يعشرح لنا ما عم يعطينا ما عم يحاسب يعني هاي يمتلك الأستاذ الصحيح لإيصال المعلومة؟ تماما بالموجه بيخبط طبعا بيستدعي الأستاذ الموجه ما وصلنا لإدارة بيسأله الأستاذ أستاذ يعني في بعض الطلاب ما بيقل له الطالب إنه نشتكى عليك بيفوت براقب العملية الدراسية كيف عم يعطي الأستاذ؟ يعني من خلال الشرح يحضر حصة درسية وبالتالي مو كامل تتم وضع المؤشرات أو العلامات أو حتى أكيد مئة بالمئة بعض النقاط الإيجابية والسلبية بس لتابلك بالموضوع طبعا مو شرط هذا الطالب أحيانا يكون طالب فيه طلاب طلاب مو جيدين مو شاطر تماما ما بيحبوا للأستاذ إذن من يقدر هذا الأمر هو أكيد الموجه العلمي أو المشرف تماما هل بتوصل إلى المدير بيخبر بهذا الحكي أكيد والمدير بيتابع كمان الموضوع وبيسأل بعض الطلاب أنه أنا ممكن برجع بحكي لك أنه الطالب أنا هذا الأستاذ ما بحبه بيظل أحكي عليه سيء ما بيعطيني بيحط لي علامة بيداقص لي علامتي ما أنا كاتبة وظيفتي وأنا كاتبة يعني عرفت كيف هذا الموضوع إذن لذلك يعني دائما الوقت اللي بيكون المدرس على اطلاع ببادته ومتمكن منها وحتى من الأساليب التربوية والتعليمية يقيم الموجه الآن بطريقة جيدة ومنطقية وعادلة وهذا ما قصدته من طرف آخر أستاذ أماني يعني عندما تتم عملية التقييم بطريقة فعلا دقيقة وموضوعية لا يكون هناك أي مجال للطالب بأن يقع بإشكالية بأن الحق على أستاذي هو اللي ما درسني هو اللي ما وصل للمعلومة أنت يعني تدرك الآن بأنه خلال العام الدراسي عم يكون دائما في متابعة من قبل وزارة التربية والمعنيين بها الحالة النفسية من وجهة نظرك للطالب أنه دائما بيحط العبق على غيره يعني كيف ممكن نعالجه بالفعل هلأ ممكن تكون المشكلة من الطالب بدي أقعد معه وشوفه اتحدث أنا يعني وقعت هاي الحالة أمامك من خلال عمليات طبعا طبعا ضمن قاعة الصفية صارت يعني صارت معي أنه للصدفة أحد أولياء الأمور جاء على المدرسة بنته ما عم تستوع هي الوحيدة يعني البنت عنده وضع صحي يعني حكيت مع الأب عرق مع أنه يعرف أنه بنت عنده وضع صحي وجاي على المدرسة أنه شو السبب ليش بنتي ما بشوفه كتير مثلا على الفيديوهات أو بالتصوير أو حلينا الحمد لله المشكلة والحمد لله بنته من المتفوقات هلأ بس دائما كانت تحكي ما عم بفهم على الأنس ما بطلعني على الصبور على الأنس بس هي عنده وضع صحي تمام الآن من ناحية بناء الشخصية من المراحل الطفولة المبكرة إلى أن نصل بأبنائنا لمراحل أولياء في بعض الأخطاء ربما يقع بها الأهل وإذا أنا سألت بأنه حضرتك مدرسة لأي صف لأنه فعلا مراحل التأسيس هي اللي بيكون عليها الاعتماد الأخطاء التي يقع بها الأهل مع أبنائهم بهذه المراحل بالتحديد وللأسف عم نشوف أنه يكاسب تحديدا بمرحلة تقديم امتحاناتهم بالشهادات المشكلة عم نوقع فيها قلتلك معظم الأهال شو بيحكي يعني أد ما كانت المعلمة معطاءة أو أد ما كانت منيحة على شكوة صغيرة وما لمحرزة تحديدها بها هذه مشكلة أخرى بس هي المشكلة الوحيدة جميل إذا ما كان لدينا مشكلة بالتربية جدقة رائعة جدا المشكلة الوحيدة أن الطفل أو حتى الطالب ما دايما بنقل الصورة الصحيحة اللي عم تصير بالصف تمام طيب أستاذ علي أيضا من خلال متابعتك بالمراحل العليا الآن مرحلة التعليم الثانوي في طريقة صحيحة يجب أن تكون حاضرة لأبنائنا لعملية الاستذكار والمراجعة والآن هم بصول بالعملية الامتحانية وكسرنا رهبة الامتحان وتابعنا اليوم يعني الحمد لله الأصداء كانت إيجابية هذه الضجة التي تحصل أحيانا على بعض المواقع يعني بتربك اللي عم بيحضر الامتحانات عن بعض اللي ما له أبناء أو اللي أبناء بالعام القادم سوف يتقدمون لهذه الشهادة هنا تخلق فعليا حالة الخوف لدى الأهل طريقة صحيحة أيضا للتعامل مع مواقع التواصل أو حتى الإساءة العملية التعليمية لما؟ هنا هنون موجودين كتير هذا الإنسان الفاشل لازم إجباري بدي يعلق بشكل سلبي وللأسف في بعض الناس بتسمع لهذا الكلام هو هذا الشيء غلط أكيد غلط مية بالمية يعني هلأ شوفي واحد بيكون طالع من الامتحان هذول اللي عم يحكي عنه هذول الفاشلين ما نقلوا لأساتزي لازم يعني فرض واجب لازم أنا لا ما كتبت منيح بطلع بدي أحكي على الأستاذ بدي أحكي على رئيس المركز بدي أحكي على المراقب بدي أحكي على وزارة التربية على الأسئلة الأسئلة كانت كتير صعبة وهلأ والأسئلة تكون سهلة بس هو مو دارس قلال عام الدراسي ولا وعم يقول لأهل أنا مو على المدرسة أنا أهلي حطيني دروس خصوصية هو للأسف ممتابع الأهل بيصدقوه الأهل هون المشكلة يصدقوه يعني أنت مشيت مع أبنك على الغلط بيجي أنا من أي موقع على الفيسبوك بنزل أنا منشور على السئلة على المراقبين عليك وبيمشي وراء بعض الناس من هذا الكلام وهو هذا الشي كله وتنتشر هذه الشائعات كرنات الهجيم بالفعل تماما تبدأ المواقع تتداولها وهذا الأمر بيسبب بلبلة ويخلق توتر لدى الطالب حتى المجتهد الآن ما بقى في ضبط للعملية الامتحانية وهذا هو المطب اللي نحن بالفعل عم نقع فيه في كل عام لأنا برجع به يعني بيسأل طالب أنه شو رأيك بهذا بيقول لي أستاذ أنا مثلا كاتب مسكر المادة علامة تامة بيكون طالب متفور جميلة المصطلحات اللي بيطلعوا فيها كل رابنا تماما يعني طالب متفور كلمة بيطلع منه أستاذ أنا سكرت المادة والواحد بيبسط بتجي لهذاك النقيد تبعه إيش لون لا الأسئلة كانت صعبة جايبيننا من خارج المنهاج جايبيننا ما بعرف من وين إيلا هذا الحقي كنا نحن متحدث أيضا أستاذ علي تحت الهواء على الطريقة الصحيحة التي يجب بالفعل أن يدقق بها الطالب أثناء استلامه للورقة الامتحانية وهي كمان أكيد حضرتك بتشوفها من خلال متابعتك ضمن المركز في بعض الأسئلة بتكون جدا واضحة ولكن هو اعتاد نموذج معين أو طريقة معينة بالإيجابة كمان من خلال خبرتك خلينا خلي الطلاب بالفعل يعني يتنبهوا لهذا الأمر هلأ في فرق هذا السؤال إله جوابين صدح الطالب المجتهد الزكي هو آخذ وصارت هو بيعرف هذا الجواب بيسأل أستاذ أنا هذا الجواب بعرفه مية بالمية وهيك عطاني بس في جواب تاني لأله يعني ممكن أنا حط هذا الجواب التاني ولا وحط الجواب هلأ هيك طالب يعني هذا السؤال خلص هو مشتهد هذا الطالب وبالفعل كلامه منطقي وجوابه نظامه مية بالمية هذا جواب السؤال خلص لا جوابك أنت اللي أخذه لي أعطيك الأستاذ هذا هو جوابه الجواب التاني على السؤال نفسه الأول من طالب تاني بس غير مدارس تماما ما بيعرف السؤال هوني بده يعلى بالمراقب أستاذ هذا السؤال يعني جوابه يعني هو ما بيعرف الجواب بده أن المراقب ينقلوا الجواب تمام فهذا جواب جواب السؤال من طالبين يعني طالب مشتهد حسب الطالب قانونا مسموح بأن يكون في حديث بين المراقب والطالب بما يتعلق بالأسئلة الامتحانية كيف بتتم توجيهاتكم للمراقبين كيف لازم لما طالب بيقول الأستاذ أنا لو صبحت في سؤال كيف أكيد أنا صحيحة يعني أنا بمجرد أن يكون هذا الأستاذ أو المراقب مع الطالب وعن بيصير في عملية نقاش لبما يفهم شو القصد منه فهو كمان خلق نوع ربما بدقائق نحن مو بدقائق أنسك مجرد سؤاله عمل ضج باللقاء أي طب خلص رفع إيدا بيجي أنا لعنده بيجي المراقب يعني بيجي المراقب ممكن بيكون مثلا أنا خربطت بالإسم أو نسيت اسم الأب كيف بتتم الطريقة؟ هي السنة الماضية صارت بأحد المراكز الامتحانية ويعني طالب كان على حق أم كان طالب طالب كان هو معه من زوية الاحتياجات الخاصة تمام عم يحكي أنه هذا السؤال أنه هذا السؤال فيه غلط بالسؤال فيه غلط ما الأستاذ ما عم يفهموا عليه حتى هو فيه حدا يكتب له بمركز هناك مركز صحي لدول الإعاقة بيكون فيه مستكتب موجود فبيتم المراعبة طبعا أنا كنت موجود وكان فيه الموجهة التربوية كمان وحكينا مع مديرية التربية تصوري أنه هذا الطالب يكتشف السؤال الغلط وهو من زوية الاحتياجات الخاصة وهذا أمر يحصل وتعاملنا معه وإجا وكتب وغير السؤال كله تمام الآن هذه الحالة فيه مركز ليس فيه إلا عدد محدد من الأطلاب بس نفس الأسئلة مع الباقي إن كانت هذه الحالة بمركز امتحاني عام فيه تعليمات امتحانية تمنع أن يتحدث المراقب مع الطالب حتى ما يصير فيه تشويش أكيد ممنوع فالآلية بتكون بمجرد فقط أن يكون الأستاذ مع الطالب بيسأله وبيتم توجيه هذا الأمر لغرفة المتابعة أم لرئيس القاعة نحن هلأ أي سؤال بده مثلا قالنا إذا بيتعلق بالورقة الامتحانية بيجاوبوا عليه السؤال الثاني لرئيس المركز أمينس نحكي مع المتابعة مباشرة في هذا السؤال في أحد الطلاب بيعطينا من عنده طبعا في حال كان السؤال معمم من كذا قاعة يعني وليس فقط من طالب أو طالبين نحن إذا شك نغري مباشرة هلأ ممكن طالب نفسه أكيد ممكن يكون مطفى الضلز يتحدث بطريقة غير دقيقة نحن ما نترك ولا مجال أن الطالب خلص عنده من الشكل بدنا نحلله ما فينا نقول هو لا هذا لا صنع عم يكذب أو هيك لا بدي تابعه بحكي على المتابعة أنا وأستاذ فيها السؤال هنو ناطرين يعني إذا أي استفسار مهما كان بسيط مباشرة مباشرة يتم التواصل معه حتى لو كانوا صحيح حتى لو كانوا صحيح أو الولد يعني بدي أنه يماطل أو شيء من جاوة أنا معنا مشكلة كتير حلو يعني هذا الأمر جدا مطمئن أستاذ علي وهذا بيخلي الطالب بالفعل يتحمل المسؤولية أستاذ أماني عندما أتحدث عن كلمة تحمل المسؤولية هي ليست فقط من ناحية الأهل وإنما أيضا من ناحية الطالب وللأسف عم نشوف بعض الظواهر يعني المتكررة سواء كان من وقوف الأهالي أمام باب الامتحانات أو حتى بالمراحل الانتقالية ربما الاستهتار بالكتاب المدرسي أو حتى بأوراق الاستذكار نفسها طريقة اللي بتقدروا أنتوا تزرعوا فيها من خلال منهاجنا المدرسي بالطالب من الصفوف الأولى تحمل المسؤولية كيف بتسمع؟ يعني أنا كيف بعود الطالب سواء بتحدث أنه كمربية كمعلمة كمدرسة شو الطريقة؟ تحمل المسؤولية بتكون من الصفوف الأولى يعني منذ الصغر طبعا بتتواصل مع الأهل لما الطالب بيشوف معلمته مثلا صفة ما فيه كركبة دائما المعلمة بتفتش على الكتب دائما على الدفاتر على الأناقة على الترتيب على الخط طبعا التواصل والتنصيق مع الأهل أكيد الطالب ما رح يكتب على هذا الدفتر غير لحتى يكون كل شيء على أصوله مثلا كتابه دائما مرتب منمق مجلد مثل ما بيقولوا قاعد الصفية ما بيقدر يعد على المقعد إذا منزاح المقعد عن الطاولة تمام طيب إضافة لذلك في بعض الطلاب هنا ما بيكون في تعاون بين الأهل وبين المدرسة فبيصير العبء أكبر على المدرس كيف بتتعاملي بهك حالي يعني شو السلوكيات اللي أنت بتتبعيها مع الطالب المستهتر مثلا اللي هو ما بيعرف يتحمل مسؤولية تمام في أساليب تربوية أكيد موجودة ليس فقط بأنه لازم يعملوا هيك أو ما لازم يعملوا هيك تماما سقي تماما أنه الطالب هو مرايلا مع المتو يعني أد ما كان مستهتر وفوضوي كتير أنا بيجيني ابتصالات ابني هيك وابني هيك بالصف ما بلاقي هيك بلاقي كتير مرتب وماشي مع المعنى شو صار طير ماذا تفعلين لطلاب بالتنبيهات تنبيهات توجيهات مرة على مرة حلاقي صار قدوة لألي مو أنا قدوة لألي حلو هاي التوجيهات أو التنبيهات بتكون بمعنى بأنه لا تحط الكتاب بهذا المكان دائما لازم تكون حقيبتك المدرسية مرتبة يعني نحن حتى بتعديل المناهج صار فيه اسلوب جديد للتعاطي مع الطالب صار فيه امتلاك هذا الطالب لمهارات حياة من الصفوف الأولى وهذا الشيء اللي بيخليه تحمل المسؤولية لاحقا فيه أنشطة جماعية مثلا بالطبئية مع طلابك لحتى بالفعل يمتركوا هاي المهارات طبعا هلا أنا دائما بيستخدم بالقاعة الصفية اسلوب الترغيب بعيدا عن الترهيب يعني خيره ما بقول له هذا الكتاب مو لازم يكون هون شيل وبعصب أنا شيل شنتاتك على الأرض شنت على الأرض مثلا وبشيله أنا على المقعد بقول له أي أجمل هون ولا هون لا بقول له هون خلاص تعود أنه حالو تماما يعني دائما التعلم بالقدوة هو أكيد دائما منركز عليه أعود لعند حضرتك أستاذ علي فعلا هي ظاهرة سلبية باتت منتشرة موضوع تمزيق الأوراق الامتحانية أو حتى الكتب ولكن بالمقابل ظهرت بالفعل مبادرة جميلة جدا من أحد طلابنا أيضا بمدرسة الآسية كما أذكر كمان طلابنا بادروا إلى جمع هذه الأوراق هاتين الحالتين دائما في مفارقة دائما بين طلابنا على منطقة المسؤولية بهذه الحالة هلأ طالب نحن لازم بالمدرسة أنه هذا الكتاب هذا لألك هذا لألك أنت استخدمته هاي السنة السنة الجاي لازم ياخده يعني رفيعك شخص تاني طالب تاني لما بيشوف اسمك اسمك على هذا الكتاب الطالب الفلاني بيطل هيك بيقول طبعا الأستاذ بدي يواجهه للطالب يقول له هذا الكلام هذا الطالب أنت اليوم عم تدرس في له هذا الكتاب شوف اسمك مكتوب عليه السنة الجاي أخده رفيعك ابق نجيرانك بيقول له ما شاء الله هالكتاب شو كان مرتب معناته الطالب شو كان مرتب شو كان كويس بينما إذا كان مزة وشائم النور أو شائم النور آخر والجلد كاببا هذا شو بدي يحكي عنه هيك بدنا نميله لهذا الطالب فكرة أنك أنت حافظ على كتابك حافظ عليه لا تطلع لبرة وتصير شو أنا خلصت منه والله بزلت المألمة بزلت الكتاب وليس بس تمزيق الأوراق بس كمان في يعني نحن بتصير عنها بنزل أنا في قوانين امتحانية يعني الآن تدرس لمنع هذه الظاهرة أمام المراكز الامتحانية المشكلة نحن الطلاب على الامتحان ما بيجيب معه الكتاب بالمدارس أو حتى يعني ورقة الامتحان هلأ صرنا صرنا نحن ما عمل لك نحن الولد أد ما حكيت إذا ما كان ولد متعلم على التربية أخلاق بده يعمل لو شو ما كان لو كان مقيد اليدين ودائما بس أنا بالامتحان ظاهرة لما بتكون فردية ولكن هي حالة يعني نفسية كمان موجودة بين أبنائنا فهي بتنتشر أه نستي الكريمي أنا إذا نزلوا طلابي على الباحة وشافوا مثلا الأستاذ علي والأستاذ فلان وفلان بالباحة نعم أنا أنا ماشي بالباحة شفت وراء الشلطة مسكتها بيدي حطيتها بسلة الممالعة بخمس دقائق المدرسة كلها مثل ما عملت أنا عملوا مثلي شميل أنا بطلع لبرة نفس الشي يعني الدام المدرسة موجودة عامل النظافة هذي كل مرة أنا جبتهم للطلاب أرجيتهم من فوق مثلا أنا أرجيهم شوفوا أنتوا وشو عملتوا أنا مو طلابي سألو لكم كيف عام ينظف إذا عملتوا هيك مو حرام أستاذ خلاص نحنا بنطلع نساعدهم لا ما بنطلع برات المدرسة أنت نظف مدرستك بس هذا الشي لا تكون ببرة تأزي تماما يعني دائما الحوار أيضا الحوار يعني شيء أساسي وأسلوب تربوي بالفعل فعال وأسلوب أنا فعال ويجب أن يكون موجود بين الأهل والطلاب وبين المدرسين والأهالي وبين المدرس والطالب ذكرت أيضا أستاذ أماني جانب جدا مهم له وهو المقارنة والتي هي بالفعل صم قاتل لأبناءنا الطلبة خلال تقديمهم لفترة الامتحانات انتشار هذه الظاهرة أيضا يعني دائما بزياد للأسف من وجهة نظرك يعني كيف نحارب هذه الظاهرة من الأهل توعية من الأهل لأن المقارنة دائما تجي من الأهل مو من رفعات تشاهد فيها موجودة حتى بالمراكز بالصفوف الأولى تماما تماما يعني كثير تجيني أنا على مستوى صف أول تأسيس مثلا مرة سنة من السنوات بدي يرسب طالبة عندي يعني ما بتستحق النجاح بقى الأم أول كلمة قالت لا بنت عمها ناجحة لازم أنه لازم تنجحي لي إياها أي ما بتستحق أين كانت خلال العام الدراسي عم تتابع بنتها أو يعني تابع أنت عم تتابع بس بطريقة خطأ كثير أهالي هلا أنا بيتابع أولادهم بيجوني مثلا لمستوى إملاء ما جاء بعلامة منيحة والله يا أنس كتبوا لأبنوش عشر صفحات طبعا دايما كانت إملاءتي أنا فجائية ومو أغدين مو كاتب تقبل على السبورة خلاص طالما كتبنا خدنا الأحرف كتبناها أنت قادر تكتب أي كلمة بعض الأمهات والله يا أنسة تعبنا وطول الليل سرنا الأم عم تعلم ابنه بطريقة خاطئة صحيحة لم تبتلك المهارة الصحيحة لتعليم للأبناء طيب هون بيصير في تواصل أيضا معها قبل فترة الامتحانات بمدة كافية بتخليها فعلا تتعلم الطريقة الصحيحة أو بمعنى أدق تساعد أكتر ابنه لحب أن يكون ناجح بالنهاية التواصل من اليوم الأول بين مرسي حتى من قبل ما نسلم نحن كتب تماما أنا بنقول كل شيء عم بيصير ضمن القاع الصفية عن طريق هذه المجموعة مجموعة هي عبر الواتس أب والحمد لله جابت كتير نتائج وأحلى كلمة سمعت أنا بنهاية العام أو بنهاية العام بنص السنة أنه شكرا كتير يا أنسي نحن عن طريق المجموعة والتواصل أنه نحن أولادنا كنا حاطين خاصة المدارتين أو أميين خليني أقول أنه نحن كنا حاطين أولادنا عندهم معلمات خصوصي وتركناهم ليش عن طريق هذه المجموعة أنا بعت لهم كل شيء مقاطع فيديو حتى طريقة كتابة الحرف حتى ابنهم شو عم بيشتغل بالصف يعني دائما الأهالي يكونوا على اطلاع شو عم بيصير دائما ضمن القاعة الصفية ومن ناحية الأخطاء أو حتى من ناحية المكافآت وهذا الشيء اللي بيخلينا دائما نقول أن المراكز أو الصفوف الأولى بالتعليم هي الاعتماد بيكون عليها بطريقة الدراسة يعني أستاذ علي عندما يصل الطالب لمرحلة التعليم الأساسية أو حتى شهادة ثانوية إن كان كل هذه السنوات دراسته بطريقة خاطئة أكيد مع بداية الشهادة بده يقع بمطبط أيضا من خلال تجربة حضرتك كيف لازم الطالب يستثمر الوقت الصحيح للدراسة أنا بس بدي أرجع شوي لورا بالنسبة لموضوع الأوراق وأنه بيكبوا الطلاب برا الأوراق إحنا ما بدنا نحمل كمان كل شيء على المدرسة الأهل أنا لما بشتري لأبني صندويشي بقال له كلاب يسا كل وقت خلصها وإذا كبه بالطريق هي ثقافة معممة للأسف هي يعني من هون لا يا ابني ما بيصير هذا الحكي لا ما بيصير تعمل هيك أنا من هون بعلمه والله بابا قال لي لا ما قالت لي لا ما بيصير من هون بتبلش كمان نحن مش هنحط يعني ما نخلي أنه كل شيء هذا أو حتى أحيانا أستاذ علي الطالب نفسه ممكن يكون هو رسالة المدرسة للأهل يعني أنا وقت اللي بخلي الموضوع عم تتفضلوا بكلام جدا دقيق وجميل من خلال مراحل التعليم الأولى لما بزرع بابني بهذه الطريقة طريقة الحفاظ على هندامه على نظافته الشخصية هو رسالة بالنهاية بأنه هيك قال لي أستاذي تماما فهذا بيعطي حتى الانتشار هذا الأمر ضمن الأسرة عفونا على المداخلة هلأ ممكن المعلم ينبهها هلأ أنا نبحت على نحن كونه مرحلة تأسيس الكتب كلها منسحبها منهم بشوف يبقى مع الطفل دفتروا نبحت عليهم أنه يلي بشوفوا الشائع كتاب بره أنا أو ورقة أو أي شيء السنة الجاية ما في كتب ما أحلاهم مشوا يعني هنه مناويني شيء بس نحن على الظواهر اللي شفناها بأول كم يوم أنه عم نواعيون ممكن المعلمة أنا نبحت عليهم أكي سمعوا الكلمة والأم حتكون كمان قدوة أكتر يعني ما لازم ننكر فضل الأهل كمان وتعاونه بس نحن لما بيطلع هذا التلميذ لبره المدسم ما منعرف شو يخطر لباله ممكن أنا صارت أنا راجعة لبيت وشوفت طلاب إعدادي عم يشوقوا ناديت له أتحدث أنا ويا أنه ليهك عبر عم فرحه أنه عم شق الكتاب الحمد لله خلصنا نحن فرحانين مع أنه طالب متفوق نحن بره المدسم ما منعرف شو يخطر بباله هذا الطالب هي هذه الظاهرة التي نتحدث عنها يعني أنه للأسف باتت يعني رائجة بأنه هيك لازم نساوي هي هي الطريقة الصحيحة للتعبير على أنه نحن نتهينا من الامتحانات لذلك نتحدث نائما بالمبادرات الإيجابية وأن يمتلك الطالب بالفعل ثقافة الاهتمام بالتعليم هلا هذولي الطلاب نفسه أنا نسي لما بيجي مدرس مثلا نقول لهم نحن آخر يوم بس نخلص امتحان طبعا بدنا نشكل فريقه كرة قدم بدنا ننزل على الملعب وحجزنا الملعب الطلاب يلي هنهم كانوا بالأساس مشاغبين طلاب هنهم هنهم يعني هذول ممكن هذول يعملوا شي يعني فيه طالب بيأثر على عشر طلاب وعلى عشرين طالب يلا شكل لي فريق أنت وبدنا ننزل أنا وياكم وأنا والأستاذ ونلعب ونلعب آخر الدوام ننزل على الملعب حفزتي للطالب ما حد بيفكر بهذه الأمور كله يعته وصعه والله العظيم صارت يعني أنه نحن عملنا هيك الطلاب كله يعته نلقوا بس بدهم يخلصوا امتحان عبر عن فرحه وعن انبساطه أنه خلص العام الدراسي لقوا الأساس يزلعبوا معنا كمان كرة قدم ولا كرة سلة كثيرا وما صارت هذه الظاهرة بس بدك تعرف توصيل الفكرة للطالب يعني طريقة الفرح فيه ناس بتشق الورق بتشق الكتاب وفيه ناس مثلا فيه كثير أمور إذن دايما المدرسة هي البيت الثاني هي دايما بتعزز هذه الثقافات قولنا لما تحدثت عن ثقافة تعليم نتحدث عن تعليم السلوكيات الصحيحة وليس التعليم الذي يجب أن يكون يعني دقيق بطريقة مدروسة اعتماد خطط دراسية من بداية العام أكيد بتوجيهات الخبراء يلي هن ليسوا فقط مدرس مادة الشهادة الأساسية وإنما أيضا مدرس صوف أو حتى هو يعني يدرك تماما ما هي الأخطاء التي ربما يقع بها الطالب خلال الدراسة الآن أيضا طلابنا ما زالوا يتقدمون للامتحانات وهذا الضغط النفسي يعني خف نوعا ما ولكنه لساعته موجود فيه طريقة أيضا ممكن نحن نساعد بها أبنائنا على شحذ الهمم إضافة إلى يعني حالة التراخي أحيانا ممكن يقع الطالب ببعض الهفوات بأنه ملت داخل إيه ما عاد بنتقدم امتحانات هذه الكلمات بالفعل تردد على الأسماء نحن للأسف نتيجة الظروف المرت فيها البلد وعلى الحرب الكونية اللي كانت كثير صار عنا حالات صدقا الطالب ممكن من أي كلمة بيتأثر من أي شيء بيحصل معه بدك تنميله ياها أنت لا ما بيصير يعني في أحد الطلاب مجرد سمع بحادثة بمكان ما خطر بباله يعني الله يرحمه عم يحكي لي كيف أبوه استشهد هو يعني هو يعني عم آمين الله يرحم جميع الشهداء الولد والله لازم تذكر نفس حادثة أبوه عم يحكي لي أنه أنا هيك بابا صار معه على الامتحان على الامتحان ما عبد يروح هون دور المراقب دور المعلم دور المربي نحن أمه أمه موجودة عم يدى التواصل دايما بتكون خلية نركز فقط يعني أو ليس فقط أكيد هو عملية متعاونة دائما من كل الجهات ولكن أنا أتحدث عن مسؤولية معلم الآن أكيد البناء الأساسي عم يكون في المنزل ولكن هو ضغط على الأهالي فنحن نحاول بالمدارس نخفف هذا الأمر هلأ في مثلا المدرسة البيت التاني هو عنده مشاكل بيجي لعند كيف حليت الموضوع أستاذ علي كيف قدرت تحتوي فعلا هاي المشاعر اللي عم تنتابق طالب والله أنا الأم اتصلت فيني يعني أحد الصديقات لأنا قالت لي بدينا يحكوا معك في صديق هيك صاير مع ابن مو عندي بس بمكان تاني قالت له هذا أحكي معه حكيت معه لأولاد رحت لعنده وحكيته وخاطبته والله العظيم قالت له أنا كنا كلا يعتنا هيك وصارت معنا أحداث وصارت أمور والحمد لله وانت لازم تفوق لحتى ترفع راس أبوك الله يرحم أبوك يرحم جميع الشهداء وتابع انت بالعكس انت من الطلاب متفوقين هيك حادثة ما بس قال لي نفسها هو بتعرفي لأسف هلأ كنا عم نكي عليها من خلال فيسبوك وهي حادثة مو عننا بغير منطقة بس الولد تأثر فيها بطل يروح على الامتحان ما باب يروح على الامتحان كرمال هيك موضوع والحمد اللي حكينا معه ونحل الموضوع وتابع هلأ أمور هلأ هو حاليا حاليا هلأ عم يقدم الامتحان طالب شهادة التعليم أساسي أكيد نتمنى له كل التوفيق هو وكل طلابنا يعني أن نتجاوز هذه المحن بقوة وثبات وإصرار هذا أكيد دليل على قوة أبنائنا ودائما برجع بأكد على مراحل التأسيس الأولى يلي هي بناء الشخصية يبدأ من الصف الأول بالفعل سأتابع بالجزئية الأخيرة مع حضراتكم ضيوفي ولكن أيضا اسمحوا لي عبر الاتصال الهاتف معنا المشرفة التربوية من طرطوس الأستاذ منال محسن يسعد أوقاتك أستاذ منال أهلا وسهلا فيكم يا هلان عبد صباحكم وصباحك يعطيكي ألف عافية وطمنينا على أجواء الامتحانات بشكل عام في محافظة طرطوس الله يعافيكم يا رب بداية تمنيات بالتوفيق والنزاح لكل طلابنا الأعزاء طبعا تتميز محافظة طرطوس بالإتراف على سير العملية الامتحانية هلا أنا انهيت زولتي على انتحان مادة اللغة الفرنسية والروسية كان عندي زولة بمركز الفهيد أحمد عبد الحميد ديوب بطابق أرضي طبعا أغلب الطلاب أبدوا ارتياحهم للأسئلة من حيث شموليتها ووضوحها نحن كموزهين التربويين واختصاتيين نكلف من قبل السيد مدير التربية بشكل مستمر ويومي بمهمة منذوب التربية للإتراف على متابعة الامتحانات طبعا اللي بتبدأ دائما قبل بداية الامتحان باستماع مع السيد مدير التربية بزودنا بالتعليمات الامتحانية اللازمة وبالإتبارة الامتحانية نحن يوميا نكلف بالإتراف على المراكز يعني كم يوم في عنا مركز مختلف فقط مركز واحد أستاذي منال أم في مراكز أيضا لحسب طبيعة المنطقة الجغرافية أو المكان اللي بتشرف عليه حضرتك اليوم كان مركز امتحاني واحد تماما تماما هلأ كل من دوب تربية بيتكلف بمركز امتحاني واحد حتى بطابق واحد هذا في حرص أكثر على التقرار وضبط العمليين الامتحانية يعني اليوم أنا كنت في مدينة طرطوت مبارح مثلا كنت في منطقة بانيا نحن نتوزع بشكل متنوعة على كل المناطق تمام يعني نغطي كل المراكز الامتحانية بالمحافظة بطريقة يعني مدروسة لحتى ما يكون فيه أي إشكالية يعطيكم العافية تماما يعني لعدم تكرار وجود أي مندوب مثلا مرتين بنفس المركز والبعض كمان عن المنطقة الجغرافية اللي نحن تابعين إلا أوسابين لها حالو أستاذ منال يعني خلال أيضا متابعتك لسير العملية الامتحانية من بدءة وحتى اليوم صار في أي ملاحظات بمحافظة طرطوس أي استياء ربما من بعض الطلاب تجاه الأسئلة بأي مادة سواء كان تعليم أساسي أو ثانوي بشكل عام السنة في أبتياح كبير من قبل الطلاب لمعظم المواد طبعا لا يخلو الأمر من أسئلة هي بتكون ضروري تكون موجودة للصالب المميز يعني الأسئلة هي مراعي لكل المستويات شاملة ما كان في أي نتاكل ما عدا يعني القليل جدا من الملاحظات التي تم تسويتها ورفع تقارير بشأنها للسيد مدير سيربي تماما يعني هو سؤال أنا كتير بزع الوقت اللي بسأله ولكن هو حاضر يعني للأسافة فالعملية الامتحانية يعني نتمنى أن لا تشوب أي شائبة صار في ضبط لحالات غش أو حتى ربما لبعض حالات تجاوز لتوجيهات الامتحانية من قبل المراقبين أو حتى من قبل رؤساء القاعات هلأ مثلا المركب اللي كنت فيه اليوم مبارح بالنسبة لي ما كان فيه أي ضبط أو تجاوز كان الامتحان يصير بشكل هادئ ومثل ما أقول لك يعني فيه هكذا حالات ولكن قليلة جدا بتم معالفة بشكل سريع يعني حتى لو كان على مستوى مراقب أو رئيس قاع أو حتى رئيس مركز أو أمينشف أي حالة بسيطة بتم قاع رئيس المركز ومعالفة الحالة على الفوض كل هكذا حسنا على نزاهة العملية الامتحانية وفيما يصد بمصلحة أبناءنا الصلاة أكيد كل التحيات لكم ومولي أبناءنا الأعزاء أيضا في طرطوس وبكل المحافظات السورية عليهم يقع الكثير ودائما يعني جهود وزارة التربية تبذل بأقصى طاقاتها خلال العملية الامتحانية وأيضا هي مستمرة خلال العام الدراسي شكرا جزيلا لحضرتك المشرفة التربوية من طرطوس الأستاذ منال محسن شكرا جزيلا لكم يعطيكم العافية أهلا بك أعود عند حضرتك بالدقيقة الأخيرة أستاذ أماني أسماء جميلة لذلك نحن ممكن نخطأ فيها توجيهاتكم أيضا من خلال تعامل مع الأبناء بوسط العملية الامتحانية دائما نوجههم أول ما نسلمهم الورقة توجيهات أنه تأكد من اسمك دوب رقم الاكتتاب تأكد من اسمك على المقعد يعني ممكن نصير قراء الأسئلة سؤال سؤال السؤال اللي ما بتعرفه خلص تريكه لبعدين حل بهدوء نزرع بنفسهم الإطمئنان والأمان أكيد يعني حرصكم على أنه يقدم إذننا أو طالبنا الانتحانات بأعلى درجة من الثقة هو شيء نسعى إليه جميعا يعطيك ألف عافية وشكرا جزيلا أيضا لحضورك أستاذ علي كلمة أخيرة أيضا لطلابنا ولأهلهم وأيضا لزملائنا في الميدان هلا أنا بتمنى من كافة زملائنا بس هاي الملاحظة يحكوها لطلابنا خاصة طلاب الشهار التعليم الأساسي الورقة الامتحانية طالب التعليم الأساسي بفوت بيتفاجأ فيها ما بيعرف عننا شيء أنه هون مبيضة هون مسودة لكن هناك دائما متابعة من كمال التربية بإضاح هذا الأمر حتى ضمن الندوات التربوية تماما على الفضائية التربوية عم بيكون في توجيهات بهذا الموضوع نحن اجتهاد شخصي نحن هاي الورقة موجودة عنا نحن بالمدرسة لكن هاي توجيهات من قبل الوزارة لازم هي تكون موجودة موكل المعلمين بيعرفوها موكل الأساسي هاي بالأساس خاصة طالب التعليم الأساسي أنا بتمنى بس هي الملاحظة تماما أكيد هلأ رح يوصل صوتك ورح يخبرنا أيضا ضيفنا الأستاذ مدير تربية القرنية في الجزئية الثانية عن كل هذا الموضوع إن شاء الله كل الطلاب تمنيات بالنجاح لجميع الطلاب شكرا جزيلا لحضوركم معي ضيفي الكريمين الأستاذ علي داود وحضرتك أمين سر مركز انتحارين وردنا شكرا لحضورك وأيضا الأستاذ عمر سيد أحمد وحضرتك معلمة صف أهلا ومرحبا بكم شكرا على الاستضافة اللطيفة يعطيكم الفعاف الشكر أيضا لكم متابعينا مستمرون نحن وإياكم ولكن فاصل مع التعليمات الامتحانية ومن ثم نعود اشتركوا في القناة 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 شكرا بكم من جديد مشاهدينا أعزائنا في كل عام تقوم وزارة التربية في الجمهورية العربية السورية بنشر التعليمات الخاصة بالعملية الامتحانية والتي تتضمن تعليمات خاصة بالكوادر التربوية المشرفة على العملية الامتحانية من حيث انتقاء المراقبين توزيع المراكز وتجهيزها وأيضا كل ما يتعلق بسير العملية الامتحانية بنجاح حرصا منها على تحقيق النزاهة والعدالة في العملية الامتحانية ولضمان سيرها بكل سلاسة ويسر لذلك للحديث أكثر بشكل تفصيلي أيضا عن سير هذه العملية يسعدنا أن يكون ضيفنا في هذه الحوارية مدير تربية القنيترة الأستاذ عماد أسعد أهلا وسهلا فيك أستاذ عماد أسعد الله وقاتكم جميعا صباح الخير لجميع صباح الخير لطلابنا الأعزاء اللي قدموا امتحاناتا كل عام وهنا بخير وإن شاء الله من نهاية الامتحان نشوف الجميع متفوقين وناجحين أكيد نتمنى بالفعل دائما أبناء سوريا هم الذين يبنون الغد ويعاول عليهم كثير وقد أثبتوا جدارة ليس فقط بسوريا وإنما أينما كانوا بالعالم سؤال الأول كيف رضاك على العملية الامتحانية حتى اليوم بداية احنا منعكس المجتمع مرآة المجتمع عملية الامتحانية سارت بشكل جيد يعني بدأ الوضع يتحسن سواء اقتصادي أو اجتماعي وهذا منعكس ونعكس على العملية التعليمية اليوم هذا العام حسينا باستقرار تعليمي أكثر من الأعوام السابقة بدأت الأمور تعود إلى لصابحة طبيعية نعم بدأت الأمور تسير للسقة الصحة بدأت الأمور حتى ورود الشكاوي أصبح أقل بكثير من السنوات السابقة صار في هناك عنا معرفة ذاتية لمعظم الزملاء ولا يخلو من وجود بعض الهفوات لدى زملاء الجدد نعم نحن نقوم بتوعيتهم لضبط المراكز الامتحانية هي نسب طبيعية يعني لا يخلو منها أي عملية امتحان سيدك تريم وجود للعامل البشري وجود خلل يعني قولا واحدا أين موجود للعامل البشري بدأ يكون في خلل وفي تفاوت بنسبة الإنجاز لن يكون هناك مكاس مشترك للجميع نحن نسعى لرفع كفاءة الموجودين لنرتقي بالأداء الوظيفي لزملائنا وبالمراكبة كلمة المراكبة ليس المقصود فيها قسري أو إرهاب أو كذا نحن وجهنا بإعطاء جو من الطمأنينة والارتياح للطالب الطالب معظم طلاب من خاصة المجتهدين لا يسعى للحصول على المعلومة من الآخرين يسعى لتوفير الجو الهادئ لضمان استقرار العملية الانتحانية فإحنا انتقلنا بفكرة أنه المطلوب هو توفير الجو الأكثر ارتياحا الأكثر هدوءا للطلاب يعني بيجيك طالب البكالوري العلمي بيتواسط مو لأنه يجيب له رئيس مركز أو يجيب له مراقبي لينتقل لا يقول لك أنا بدي بس مشانة أمنولي الأجواء الهادئة لضمان الكتابة وهذا الكلام نحن نسعى لتأمينه تماما لكل أبنائنا الطلاب لكن اليوم أنا خاصة بعد بداية الانتحان كان فيه شوية خلل بنقص بعض المراقبين تمام تحدث أيضا بشكل تفصيلي عن هذا الأمر لذلك دعني أسأل مباشرة عن عدد المراكز الامتحانية التابعة لتربية القنيطرة وحتى كيف قدرت بالفعل تأمن موضوع المراقبين أمان وصولهم إلى هذه المراكز وإلى هناك نحن لدينا بتربية القنيطرة 159 مركز موزعين على الشهادة الأدادية والتعليم الأساسي والثانوية العامة بفرع العلمي الأدب والمهني تتوزع جغرافيا على ثلاث مناطق أرض محافظة القنيطرة وكذلك مدارسنا بمحافظة دمشق ومدارسنا بمدينة دمشق نتيجة التداخل الجغرافي أنه أوجد علينا عبء كبير جدا بتأمين كوادر المراقبة اضطرين لتأمين كوادر استئجار لنقل المراقبين يعني أنا اليوم مناطقي متباعدة ومتداخلة يعني مثلا أنا بدي ينقل من جديد لقدسية أقرب مقع جغرافي لتبديل المراقبين عندي لا قدسية هو جديدة عرطوز من جديدة عرطوز لا قدسية لا يوجد وسائل نقل مباشر فبالتالي طرين لنقل المراقبين بسيارات مستأجرة من قبل مديري تربية القنيطرة هذا الأمر نعكس كذلك على من قدسية والأجور ليست من قبل مدرسين الراقبين من قبل مديرية التفكير نحن أجور نقل لأنه إحنا طبيعة محافظة القنيطرة تملي علينا ظروفنا الجغرافية أنا ما في شبه نفسي بالريف الريف أو دمشق متداخل جغرافي مع بعضه يعني بيمكن انتقل منطقة قريبة لمنطقة قريبة أنا كان المشكلة عندي تكمن بين جديدة عرطوز وقدسية بين قدسية ومساكن برزة مساكن برزة والوافدين ففي مسافات وانتقال ومن الدولعة للوافدين أو من الوافدين للدولعة فبالتالي كان في مسافات لابد من تأمينها عملنا وسائل نقل لكل زملائنا حتى الأمر نعكس على المصححين نفسهم كمان المصححين نتيجة تداخل جغرافي كمنا بتأمين وسائل نقل عن طريق المديرية احنا أوجدنا خطوط لتأمين نقل المصححين والمراقبين لتأمين نجاح العملية الانتحانية جيد جدا هذا الكلام يعني كمان خليني أسأل في ازدياد بعدد الملاكز الامتحانية على العام الماضي هذا العام طبعا في ازدياد العام الماضي كان أقل من هذلك بش عشر مراكز هذا العام ازداد العدد لكن احنا كمان فيه نمو وشهدت مناطقنا عودة للسفر في ازدياد حتى من قبل الطلاب ايضا بتوجه للامتحانات هذا ايضا أمر يؤخذ بالحسبان احنا ما بيهمنا عدد المراكز عدد المتقدمين ازداد عدد المتقدمين هلأ في مناطق كانت نتيجة الأعمال الإرهابية التي شهدتها مناطقنا من قبل عصابات مسلحة الغاشمة المتورطة مع العدو وخاصة نحن بالشريط الحدودي أو بمناطقنا بالداخل عادت الحياة إلى طبيعتها بهذا المناطق افتتحنا مراكز ابتحانية جديدة أهلنا مراكز وبالتالي عادت الحياة إلى طبيعتها بمدرية البيت لقدر أكيد جهود مشكورة بالفعل كل عام نحن نكون متابعين لسير العملية الامتحانية بكل المحافظات ولكن هناك محافظات بالفعل لها خصوصية وتثبت عام بعد عام جدارة بإدارة العملية الامتحانية والنزاهة وهذا أمر بالفعل دائما نركز عليه أيضا من ناحية تأمين المراقبين ضمن القاعات توزيعهم على عدد محدد هل هناك نقص أحيانا ممكن يحصل كيف يتم تلافي هذا الأمر التنسيق مع غرفة المتابعة خبرنا أيضا من خلال جولة حضرتك الميدانية بداية الامتحانات ما كان لدينا نقص مثل بعض المحافظات الأخرى نحن كان لدينا نقص بمنطقة أو منطقتين استطعنا تأمينه من خلال مراكز الاحتياط تمام نحن وجدنا مراكز الاحتياط لكل مناطقنا كم مركز الاحتياط كان هناك تقريبا إذا بدنا نتحدث؟ ما يقارب عشر مراكز الاحتياط موزعين بين الداخل والخارج أي شعشة مراكز الاحتياط المحام الملقى على هذا المركز تأمين البدائل تأمين بدائل نحط سيارة عمام مركز الاحتياط وسيارات الأسيرة التي توصل الأسيرة نحطها تحت تصرف المراكز في حالة ضرورة نقوم منقل المراكبين من المراكز من المراكز الاحتياط إلى مراكز انتحانية خلال المدة لا تتعدى للخمسة عشر عشرين دقيقة بيكون مؤمنة للأجواء كاملة أضف لذلك نحن حتى مجمعاتنا أنا في عندي مجمعين بالزاهرة ومساكن برزة كلفت الإداريين بتغطية الأعمال الامتحارية والعودة إلى العمل الإداري بداية الأمر تحسبا لوجود أي نقص بمجمع مساكن برزة نحن نكلفنا الإداريين بالمركز الاحتياط من باب الحيطة والحذر اليوم الصبح كنتون خلاص انتهى الأمر بجعوا لدوامكم بشكل طبيعي لعدنا احتاج لأنه أمننا كنا بنخاف أنه بيصير حالة من عدم الاستقرار بأي لحظة بتعرفي ظروف النقل وظروف كذا ممكن يتعطل سرفيس على الطريق فبالتالي بدأة موجودة كذلك بأرض المحافظة نحن أمننا بنفس الطريقة وأمننا الكوادر الحمد لله لا احنا تقريبا مركزنا مغطاة بشكل كامل من مراقبين إلى ثلاث يعني قاعة من مراقبين إلى ثلاث وهذا الأمر الطبيعي بناء على التعليمات النظمة التي سيرت العملية الامتحانية من ناحية أيضا المراكز الصحية التابعة لتربية القنيط أنا كم مركز صحي لدينا لدينا مركز صحي واحد موجود بمنطقة مساكن برزة لكل أبناء كم طالب موجود الآن بشكل تقريبي هو بيتباين حسب الحالات الصحية الآخر جولة قمت فيها له كان خمس حالات خمس حالات وهناك أيضا تعليمات نظمة بوجود مستكتب طبعا حنا بحالة عن طرق الصحة المدرسية هي بتقرر أن حالة تستدعي وجود استكتاب أو وجود مستلزمات أخرى فالنظم بهذا العمر هي تعليمات دارة الصحة المدرسية بخصوص المراكز الصحية تمام يعني الآن بإمكاننا أن نقول الحمد لله العملية الامتحانية تسير بشكل جيد المراكز مؤمنة المراقبين موجودين وحتى بدأت عمليات التصحيح مباجرة بعد دراسة سلالة من التصحيح يعني ما في أي إشكاليات الآن حاضرة إلا للأسف بعض أمور عم نشوفها غوغائية على وسائل التواصل الاجتماعي يعني وهذا الأمر دائما نحن نركز عليه ونحاول أن نبتعد عنه من وجهة نظرة كيف يجب أن يتعامل المجتمع السوري بالفعل بطريقة واعية مع هذا الأمر يعني ما حلنا نطلع من هاي الظاهرة هلأ للأسف إحنا كان استهداف التربية ممنهج يعني وزارة التربية يتم استهدافها بشكل ممنهج بداية العام وبالانتحانات وبكل شيء بداية العام بتشوفي دائما بيقول لك أنه ليش بلشتوا العام عنا كذا وعنا كذا أمنتوا كوادر أمنتوا كذا عندما يصبح الأمر أمر واقع وتنطلق المدرسة بيسكتوا الامتحانات نفس الفكرة المامتحانات فيها خلل الامتحانات فيها كذا الامتحانات فيها كذا الخلل وينو دلني على الخلل مع العلم احنا لا نهمل أي شك وتريدنا سوى عن طريق وسائل التواصل أو عن طريق الهاتف مباشرة منقوم بتكليف اللجان المتابعة أو مندوبي وزارة التربية أو مندوبي التربية لدينا بالتحقق من هذه المعطيات ولو كانت كاذبة لكن في بعض الأحيان ما يزعجونا أنه بيكون الهدف هو تشتيت وجهة نظرنا أو بوصلتنا تجاه عمل معين تماما يعني أعطائنا نوع من الغوائية بهذا الأمر وبالتالي حتى نفقد البوصلة لكن نحن نكون حضرين بهذا الأمر تماما يعني مركز منضبط ومتشدد بتكثر عليه الشكاوي والتهم ويكلوا اتهامات متعددة الغاية هو تغيير المركز ودائما نحن بالضبط يعني هذا الهدف الأساسي بأنه الطالب ما نمرتاح مثلا بهذا المركز فبيحاول بالفعل مع أهله أو أحيانا بعض الأشخاص بيصير في هذا وقل لهنا لا بالنهاية نحن بنتواصل مع الأهل أنا مو بتواصل بشكل مباشر أنا مثلا عندي مندوب تريبة بمنطقة تريبة بتواصل معه شو وضع الامتحانات عندك كيف كيف بيتسم أستاذ عماد توزيع مندوب الوزارة يعني نحن من خلال بداية العمليات الامتحانية وعم نحاول دائما نكون متواصلين مع مندوبي الوزارة لنقل هذه الصورة هم سلة الوصل دائما بين وبين الميدان كيف بيتم اختيار مندوب الوزاري المهام المكلف بها كم مندوب لدينا أيضا تابع لتربية القنية بشكل تقريبي أتحدث نحن بيتقدم زملائنا بترشح لمهمة مندوب وزارة بمدرياتهم نحن بيتم من خلالنا اختيار الشخص المناسبين لهذا الأمر برشحهم بيتم تكليفهم من قبل مديرية الامتحان بوزارة التربية ما الشروط التي يجب أن تتوافر به يعني هو لازم يكون موجه أو مدرس أم صفات أيضا شخصية يعني لازم يكون حازم منضبط إلى أمام هنالك بدينا صورة عن بطاقته الذاتية اللي يكون من الزمراء غير المنتزمين بيكون سلوحي أو حتى سنوات الخدمة محددة بشروط من قبل وزارة التربية ويكون من الفئة الأولى وفي مواصفات يعني يمتلك الخبرة ودائما هذا الأصد أنه منه من المعلمين الجدود وإنما يمتلك خبرة بإدارة العملية الامتحان طبعا هو بالنهاية بيتم تكليفه بناء على تقييم مدير تربيته لأنه احنا مكلفين بتقييم زملائنا ونتحمل الخطأ في حال كان أنه مندوبي الوزارة غير دقيقية بهذا الأمر لأنه احنا ما ألزمنا بعدد لم نلزم نسعى للإنتاجية وليس للكمية نعم نعم فهلأ للأمانة العام الماضي كان الوضع المندوبي جيد هذا العام جيد جدا شيء مبشر صار في عملية التطوير بمرحلة ما كان في خلل بعمل مندوبي الوزارة كان في قصور برؤية مفهوم مندوبي الوزارة لعمله كان في حالة من التعالي في بعض الأحيان نعكس سلبيا لكن العام وهذا السنة أنا بقيم أداء مندوبي الوزارة بشكل عام العام كان جيد هذا العام جيد جدا نسعى أن يكون ممتاز وممتاز جدا من خلال التواصل بيكون أداء عمل أنا لا أتدخل بطريقة العمل لديهم هنا بشكل فريق عمل أنا بقدمهم الخريطة الجغرافية لمراكز المحافظة بالكامل بحددهم وين تمركزنا بالأساسي بالثاني وبكذا هنا بحددهم المنوابات بيناتهم بيتم بالتنسيق بين بعضهم في حال وردتني شكاوي أنا بحولهم الشكاوي للمنسق ليتم أنه ياخد بحسابات وهذا الأمر وين وردت الشكاوي بأي مكان يكثف الجولات بهذا المكان هو حر بحدد الشخص اللي بيناسبه يعني أنا ما بحدده إطار عمله المكاني فقط تماما أنا بحدده إطار عمله الزمني أنه أنا مطلوب مني تغطية المراكز خلال فترة الانتحانات وفي مراكز تحتاج إلى تكرار الزيارات هو بيقررها من خلال ورد عدة شكاوي على هذه المراكز فبتالي فيه تعاون فيه تعاون كامل جميل جدا وهذا الأمر يعني أكيد نسعى جميعا لتكون العمليات الامتحانية نزيهة وبعيدة عن أي شائبة تشوبة ولكن ربما نجد أحيانا بعض ضبوط الغش ربما نجد بعض حالات تجاوز للتعليمات الامتحانية حتى من قبل رؤساء القاعات أو للطلاب كيف بيتم التعامل معها خليني أبدأ من المراقبين الضبط الغش في حال وجدت قصاصة أو جوال أو مصدر ومصادر الغش بيتم التحرز عليه وتقديمه بضبط معين وردت هيك حالات لتربية القنيتي لهذا العام بل كل يوم محنا فيه عنا أنا حكيت بداية الأمر بوجود عامل بشري دائما بدي أكون فيه خلل يعني اليوم ومشكلتنا بعدد الضبوط احنا مشكلتنا توعوية نتمنى نصل إلى نقطة أو لمرحلة الصفر ضبط يعني ما عنا مشكلة إذا ما كان عنا ولا ضبط وما عنا مشكلة إذا كان عنا ميضبط باليوم لكن لا نسعى أنه يكون لدينا كمية من الضبوط يعني مو الغاية أنه نفوت لنعاكم الطلاب لا يفهموا أو دياء لهم وولا اليوم يجى مندوب الوزارة أو مندوب التربية الغاية هو تنظيم ضبط لا مو صحيح هذا الكلام احنا ممكن زملائنا يفوتوا على عشر مراكز ما بيناد مضبط وممكن يفوت على مركز واحد بيناد يعني بلأيك هي ليست مؤشر أبدا أو منعكة سلبي بأن العملية الامتحانية نجحت أو فشلت بالعكس نحن نتمنى بالفعل دائما أن تضبط وأن تكون هناك جودة العملية الامتحانية هو ضبط العملية الامتحانية وجودتها اليوم لا نسعى إلى كمية الضبوط يعني اليوم ما في إيدي والله أنا أطالبكم بعشر ضبوط أو خمسة عشر ضبط باليوم لا بالمقابل هناك أيضا تعليمات صارمة وحازمة من قبل وزير التربية حتى وصلت لكف اليد وأيضا لتطبيق كل التعليمات النظمة لهذا الأمر أيضا ورد مجموعة من التساؤلات عن طريق التعامل الطالب مع ورقة الإيجابة أو حتى ورقة الامتحانية تحديدا للتعليم الأساسي أن الطالب ما عنده معرفة عنها وهي يتم بشكل شخصي هناك تعليمات أيضا بتهيئته وتحضيره قبل الامتحانات تضعنا أيضا بالتفاصيل أكثر هو عم يدخل على القاعة الامتحانية ما يعرف كيف يتعامل مع الوضع نستطيع نقوم بتوزيع نماذج على أوراق الامتحانية لكل مدارسنا سواء الأساسي أو الثانوي وقرأنا وطبقنا التعليمات الامتحانية لكل مدارس حلو وكنا نبعث نماذج من الأوراق الفرنسي العربي الإنجليزي الرياضيات الأوراق اللي بتزود عنا مثلا هذا العام من دورة 2023 بنتحرز عليها بداية مع صدور التاليمات الكادمة لعام دورة 2024 بنوزع هذه الأوراق على المراكز مدارسنا بيشرحوا زملاء أن المعلمين المدرسين والمعلمين لطلابنا علي تتعامل مع هذه الوراقة ولكن لا ننسى أنه كمان بالمقابل نحن عام نتعامل مع الطفل يعني صف تاسر صحيح يعني هو وهرة الامتحان وضغط الاجتماع لو كان عنده معرفة بس بده يرتبعك اليوم هو والضغط الاجتماعي الذي يمارس من قبل الأسر أنه مستقبلك وحياتك وتعطيها لكبيرة جدا تضغط على نفسيته فبالتالي هو في حالة من التردد فبالتالي معك السلبة أما هو قادر والورقة الامتحانية هي شرحة نفسها تماما يعني هي إذا بتعطيها لإنسان بحالة دوق يقولوا هاي الورقة الامتحانية بيطلع عليها خمس دقايق بيقول لك أنا عرفت تتعامل معها لا تحتاج إلى شرح هي واضحة تماما عم يكتب لك مبيضة مسودة لا تصحح مأشر لك كل شيء الرقم الإسم العلامة يعني بيربها كون بدك تكتب لكن مع ذلك نقوم بشرحها لكن ده ننسى أنه في أخطاء تحدث في بداية العام وبداية امتحان أسف بداية امتحان هي نتيجة الضغط النفسي الكبير جدا الذي يمارس على قبل سبب هذا الضغط فقط بأنه هي شهادة ولا لأنه شهادة سورية يعني دايما لها بالفعل خصوصي نسعد دائما لأن تكون بالفعل تحت المراتب عليا بالدول بالتصنيف العالمي اليوم شهادة سورية إلى قيمتها مهما حاول الآخرون التقليل من شأنها اليوم نفتخر لكرتي بمقدمة البرنامج أنه ما نجحنا بس فقط بسوريا نجحنا بكل العالم يعني شام بكور طلعت على مستوى تحدى القراء بالوطن العربي وبالعالم عنا العديد من طلاب سورية اللي حصلوا المراكز الأولى بدور العالم اليوم ما نلصدت تقديم إحصائيات لكن اليوم نحن نعرف طالبنا السوري اللي يطلع على بلاد الاغتراب سواء بأوروبا أو غير بلاد أبدع بمؤهلات العلمية حتى بالداخل السوري على مقاعد الدراسة في طلاب يمتلكوا مشروعهم الخاص وبإمكانهم بالفعل أن يكونوا منتجين حتى سواء تعليم مهني أو هارت بداية عطينا الصورة الخارجية حتى المشككين يقولون أنه أنتم ممكن بداخل سوريا عم تتعاملوا بكذا لا احنا أثبتنا نجاحنا في الخارج وفي الداخل والميزة أنه عنا العديد من المصابقات العلمية من التمييز والإبداع لتحدي القراءة للغة الضاد العديد من المصابقات ولدينا العديد من الطلاب المبدعي اللي يبدعوا بكل مجالات الحياة اليوم طالبنا السوري محط فخر إلنا جميعا وليس الأسرة فقط بالكل السوريين نحن نرى أنه علاماتنا والعام الماضي أكبر دليل يوم نحصل 12 طالب على عسل المثال أو 20 طالب على علامة كاملة هذا إنجاز كبير جدا وهذا النجاح نجاح ذاتي ونجاح حقيقي واللي يتابع يتابع تفوق أبنائنا بمراحلنا الجامعية كلهم أثبتوا نجاحات تماما ودائما مدخلات وزارة التربية هي للتعليم العالي لاحقا وحتى لسوق العمل أكيد بالنسبة لتعليم المهني وخاصة بدرجات العليا المتميزة فبالتالي نحن لدينا مخرجات جيدة بهذا الأمر المراكزنا الامتحانية تشهد حالة من الاستقرار حالة من الهدوء حالة من الطمأنينة ليس المطلوب هو إثارة الفوضى والتشكيك والإساءة يعني للأسف أنا اليوم مزعوج من ابنك بدي أوجد خلل فيه اشتكي على المركز لسبب خلل هذا كلام سلبي لكن بالمقابل أنا مؤتمر على مصلحة البلد إذا كان فيه خلل لازم بلغ عليه بغض النظر عن أي شيء لو يكون ابني بدي تابع الموضوع لأنه أنا بنهاية الأمر الشهادة السورية هي سيادة وطنية وليست شهادة علمية فقط لأنه معني بقيمة الشهادة المقرج الشهادة عندما يكون مستوى الشهادة السورية مستوى تعليمي جدا أنا بشوف حالي كمواطن سوري بعيدا عنه وهي الثقافة أستاذ عمادي اللي يجب أن تترسخ لدى أبنائنا وأيضا لدى أولياء الطلاب يعني أكيد عمل كبير جدا تقوم به كل الجهات وكل العاملين بوزارة التربية وبالمقابل هناك مجموعة من التحديات تجاوزتهم بعضها من خلال تأمين موضوع النقل اللي هو بالفعل كان يشكل إشكالية بالفترات الماضية فيه تحديات إضافية أيضا تجاوزتوها هلأ احنا التحديات نهي تحيات المجتمع نفسه احنا حكيت بداية الأمر احنا منعكس المجتمع اليوم أزمة النقل هي عم تناكس علينا حلينا مشكلة بها لن نستطيع حل المشكلة بالكامل كويس نحلينا جزء من المشكلة المشكلة حلها بالكامل هو بتضافها للجهود مجتمعيا وحكوميا يعني اليوم ما فينا نقوله أنا أمنت عدد من السرافيس ينقل المصححين والمراقبين لكن وعلى فكرة في بادلة جدا اليوم رائعة جدا صار في وعي مجتمعي بهذا الأمر بدي نوهه له اللي هو حتى مجالسنا المحلية صار في وعي أنا بداية الأمر أول يوم الامتحان كان في حالة من الرهبة والخوف أنه ما تأمن وسائل النقل وبيصير انقطاع وتأخر فأنا توصلت مع عدد من مجالسنا المحلية اللي موجودة بالريف الضيابية حجيرة شبعة اسبينة بمسألة تأمين الوقود الكل تعهد وأمن لي الوقود فصار في ثقافة مجتمعية أن الامتحانات لا تعني وزارة التربية فقط هي مستقبل الوطن تعمل مجتمع كامل وصاروا يتواصلوا معي يستعزي شو ما حتجت نحن حاضرين كذا 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 فبالتالي كان في عملية من الوعي نحن نتمنى أنه تزداد وتعمق هذا الوعي أنه اليوم نجاح الامتحانات ونجاح اختبارات الشهادة الثانوية العامة والتعليم الأساسي هي تجربة مجتمعية قبل أن تكون تجربة وزارة التربية وهو اختبار مجتمعي مطلوب مننا وعي مجتمعي للجميع كلياتنا معنيين باستحقاق النجاح الامتحانات هذا الطالب الذي الآن هو على مقاعد الدراسة هو باني الغد وهو الذي سيؤسس أيضا لثقافة مجتمعية واعية وأيضا سوف يبني سوريا في قادم الأيام أيضا ذكرت موضوع التشاركية ليس فقط مع المجالس المحلية هناك أيضا مراكز الشرطة هناك أيضا القيادات الحزبية هناك تعاون وتضافر من كل الجهات خبرنا أيضا عن هذا التواصل هذا التعاون كيف يكون هناك تأمين حماية حتى للمراكز الامتحانية نتيجة أي اعتداء ربما قد يحصل ونحن نتحدث أيضا عن المناطق التي ممكن تكون فيها نوع ما من المشاكل أحيانا قد تحصل هلأ أنا بطارك لفكرة المتداخل الجغرافي بثلاث محافظات بيفرض علينا التواصل مع ثلاث قيادات شرط تماما هي الأقنية الروري في دمشك ودمشك عم يتم التنسيق من غير خلال غرفة متابعة يعني حتى اليوم الصبح لذلك اللعبة عليكم أكبر هذا ما قص وحتى اليوم الصبح وردنا اتصال الساعة شيء تمانا لروع أنه فيش كارية أمام أحد مراكزنا بدمشك فتواصلنا مباشرة مع غرفة المتابعة حل المشكلة عم يصير فيه تنسيق مجتمعي أنا بوجه شكر لرفيقنا أمين فرعلك نترا الحزب دكتور خالد أباضا وسيد محافظة نترا عم يكون فيه شبه تنسيق يومي بخصوص الامتحانات التواصل يومي شو العاقبات شو المعوقات شو المطلوب شو كذا عم يتم تداركها خلال هذا التواصل بشكل يومي كمانا ننسى قياداتنا الحزبية للواقع هي جزء من تشاركيتنا في مجتمعنا اليوم بصير خلل عندي تعرفي مباشرة أتصل أنا برفاقنا المعنيين بالحزب بيتدخلوا بشكل فوري لحل هذه المشكلة عن طريق الأجهزة المختصة والجهات المجتمعية نتيجة وجود قواعد اجتماعية لديهم بالمجتمع إحنا ما لنا معنيين بتنظيم ضبوط قضائية بالدرجة الأولى إذا كانت المشكلة تنحل بطريقة ودية لسبب أن هذا الطالب ابننا ابنان رائي ضرفه النفسي ممكن تصرف تصرف نتيجة تردد فعل آنية فما بدي حاسبه قانونيا وروحوا ستوا بالسجن وحرموا الامتحانات إذا كان فيه إمكانية لحلها بطريقة مجتمعية بنهاية نحن نتحدث بنهاية نحن مؤسسة تربوية ومتصالحين متسامحين حتى لو كان طلاب أحرار أيضا يتم التعابل معهم ما هو طالب طالبنا حر أو نظامي طالب حر أو نظامي هو طالبنا طلاب الأحرار ربما يكون من فئة عمرية أكبر فبالتالي لديه وعي أكثر من طالب نظامي فممكن يكون فيه عبء حتى إضافي عليه بأنه أنت تتحمل مسؤولية مضاعفة أنت الآن لست فقط طالب على مقاعد الدراسة مسؤول من أهلك أنت الآن لديك ربما عمل فهون بيكون فيه حتى إشكالية لديكم ومع ذلك تتم رعاة كل الأنظمة والقوانين ويحفظ حق كل طالب حتى في حال تقدم إلى شكوى يتم الاطلاع عليها ومتابعتها أيضا من ناحية أخرى أستاذ عماد مراكز التصحيح لها أيضا حالات تراعة وكنا معكم للعام الماضي وانتبهنا بالفعل الضيعة بيكون فيه متابعة من قبل حضرتك حتى تكون موجود بكل مركز قدر الإمكان يعني متواجد في كل المراكز حتى التابعة لتربية القونيطيرة تأمين الآن موضوع المواصلات أو حتى التكييف ربما المراوح والستائر إلى ما هنالك هذا أيضا جهود إضافية بظل الظروف الاقتصادية التي تقع عليها البلاد خبرنا أيضا عن هذه التجهيزات والتخديرات أنا بتكون إلي جولات شبهة يومية على مركز التصحيح لأنه الآن الامتحانات قدمناها حصاد امتحاناتنا بتصحيح دقة امتحاناتنا هي المؤشر والمعيار صحيح فبتواصل مع زملان أي شيء ما عم يتم تلبيته بأسرع وقت ممكن يعني حتى اليوم قبل ما أجي لهون مريت على مركز التصحيح كان فيه إشكاليتين حلناها وجينة تماما تبيعة الإشكالية ما هي كانت يعني كمان من قبل المراقبين أو فيها المصحيحين لا لا هي إشكالية أنه معذرة منك أنه فيه كان عندي أحد دورات المياه الموجودة لخدمة زملائنا كان فيها إشكالية فتم تماما يعني حتى لهذا الأمر يعني على منبر التنبوية أيضا يعني نقول بأنه مخدمية ولكن يجب أن تحصل أنا تواصلت مع الأبنية وتم تأمينها مباشرة لتأمين متطلبات زملائنا وقمنا بتمديد خط كهربائي للمراوح من المولدة نفسها لتأمين نوع من الحالة نفسية المناسبة بتعرفين أنه فيه ارتفاع حرارة وزملائنا عامين مضوا وقت كبير جدا من هذا الأمر يعني من الوقت بالنهار بالعمل وحاولنا أن نقدم أفضل ظروف المناسبة ضمن الإمكانات المتاحة كمان نحن بمنا نحكي كلام نقول لك والله عم نقدم خدمات لا خدماتنا ضمن الإمكانيات ولكنها بأعلى مستوية ترضي زملائنا للأمانة بترضي زملائنا يعني اليوم كان مطلبا أنه تأمين وسائل النقل وجهنا وشكلنا محاور وكلفنا سائقين ونسقنا مع زملائنا الموجهين كل واحد بيتولى محور معين بشرف بيتواصل حتى يكون زملائنا موجودين بالكامل تماما فمركز التصحيح هو جزء وجزء أساسي جدا من عملية امتحاناتنا نسعى لتأمين كل المتطلبات وخلال أقصر وقت ممكن وأسرع وقت ممكن تماما أيضا من ناحية التعويضات والأجور هناك أيضا امتيازات للمشاهدين هذا العام تغير نعم هذا العام ازداد الأجور ضعفت نسعى كمان نحن اليوم من خلال منبرة والتربية نطالب بزيادته لأن مطلبنا هو تحسين وضع زملائنا المعلمين بمقدار ارتقاء الواقع التعليمي بشكل جيد المطلوب منه تحسين مستوى المعيشة لزملائنا المعلمين اليوم المعلم معني بكل نجاحات المجتمع وهذا الرجل المعني بكل نجاحات المجتمع يجب أن نؤمن له الحد المطلوب لحياة كريمة جميل جدا نتمنى بالفعل أن تكون الجهود دائما على قدم وساقية أكيد حاضرة ولكن التنسيق والتعاون حتى من قبل زملائنا بالميدان على قدر المسؤولية تحياتنا لهم جميعا أكيد هناك أيضا حالة إضافية تمت هذا العام وهي وجود المرشد النفسي أو الصحي حتى لدعم النفسي للطالب وللمراقب يعني الحادثة التي حصلت بسادس من شباط ببعض المحافظات نتيجة الزلزال كانت أيضا مؤثرة بناحية سلبية على كل الأشخاص يعني ما لديه أقارب أو حتى يشعر بهذا الاضطراب كيف لنست أيضا الدعم النفسي تحديدا بتربية القرية لأنني أتحدث عن دعم نفسي عام وليس فقط عن تداعيات زلزال نعم هلأ إحنا كان في عنا العديد من رشاة العمل مع طلاب ومع زملائنا المرشدين النفسيين بخصوص توية الامتحانية اليوم منعكس إيجابا هذا الأمر يعني على عمل يعني لاحظتوا أنه خف التوتر لدى طلابنا نعم خف التوتر مع العلم أنه هذا العام مشاهد في كثير حالة عصبية لدى الطلاب يعني نحن بنشوف أنه دقة الامتحانات وضبط الامتحانات والرغبة والتنافسية مو بسى الدقة الامتحانات كمان الرغبة التنافسية لدى بعض الطلاب وأنه يكونوا مراكز تولى نعكس على نفسيتهم يعني نبارح بالذات إحدى الطالبات بعد خروجها من مركز الامتحان طبعا نحن نتابع زرني أستاذ عباد جولة حضرتك أيضا على المراكز الامتحانية تفضل إحدى الطالبات بعد خروجها من مركز أغمي عليه بعد انتهاء العملية الامتحاني بعد انتهاء الامتحان هون السؤال اللي طرحتي تمت الإجابة عليه من خلال الواقع تماما حالة ميدانية مباشرة استدعت صحية سيارة الإصعاف وطلعت معها بالسيارة للمشفى هي قدموا لها خدمات بسيطة بالمشفى هي الحالة كانت بمركزنا بالكسوة يعني بمشفى الأماني الخاص قدموا لها الإصعافات الأوية خلال مصطاعة وصلنا معهم قال تم تخريجها فهذا العمر كان الحالة الصحية اللي حصلت معها نتيجة التوتر من الامتحانات وهي خارج الامتحان بس نشاهد بالفكرة أنه احنا صار في عنا وعي أنه أنا معني على الطالب الطالب ليس بداخل المركز وإنما بخارج المركز الامتحاني كان قديما يقول لك أخي خلي أهله بيصعفوه اليوم لا احنا بنتحمل المسؤولية قدر ان كان نتواصل ونوصل لبر الأمان وبنتدارك يعني حتى هذه المسؤولية المجتمعية يعني اللي عم نحكي عننا صاحب حتى من يومين اتصل فيه لستاذي سليمان يونس مدير تربية دمشق في حالة اغمع لأحد الطلاب بمراكزنا المتقاربة معه فبالتالي مباشرة وجهنا الخبر واصل إلوك فإحنا في عملية تواصل آلي من نفس اللحظة وتم مباشرة متابعة الحالة ومعالجته الفكرة اليوم احنا متشاركية عمل جماعي الفكرة التشاركية من كل كل فيه أطلاف لكن العمل الجماعي هو عمل للكل نجاح العمليات نجاح الانتحانات هو نجاحنا كلياتنا ما في اليوم جهة هي الفائزة بنجاح الانتحانات وجهة خسرانة كلياتنا بننجح بنجاحنا تماما يعني النجاح ونجاح سوري نجاح جماعي وجماعي ولكل الأطراف مثل ما تفضلت أيضا يعني هناك قسم آخر من التعليم ليس فقط عام وتعليم أساسي لدينا أيضا تعليم العام المهني هناك أيضا امتحانات عملية تقام قبل فترة وتستمر الآن عملية التعليم عملية الامتحانات لهذا النظرية تماما أيضا عدد المراكز المتعلقة بالتعليم المهني فينا نأخذ أرقام تقريبية عدد طلاب هذا العام هل هناك ازدياد أيضا لطلابنا بالتعليم المهني هذه السنة هذا العام نحن فيه عنها ازدياد وفي البادرة الجيدة هذا العام بيتر جيمي سيد وزير التربية دكتور دارم مشكور جدا تم إحداث مراكز تصحيح للمهني بمعظم مراكز محافظات سورية وكان إنه اشترط محافظة القترة أن يكون هذا العام إنه مركز امتحانات مهنية مركز تصحيح امتحانات مهنية وباشرنا عملية التصحيح مترافقة النظري مترافقة مع الامتحانات العامة النسبة لمراكز احنا مراكز من المقارب 15-16 مركز مهني منتشيرات ما بين أرض المحافظة والداخل المراكز المهنية بتتم متابعتها بشكل مباشر من قبلنا كالمراكز العامة وبتم الإشراك الزملاء حتى الأمور التصحيح والمراقبة بينطبخ نفس الكلام على المهني فإحنا معنيين بنجاح العمل المهني لأنه جزء من عمليةنا التكاملية كمدرية تماما فقط كتوضيح أستاذ عماد يعني جمع العلامات بالنسبة للعمل والنظري متى يتم في نهاية العملية الامتحانية كل أم كل مادة ضعنا بالتفاصيل هنا عندهم تعريبات نظمة المهنية بتحدد أنه بيرفعوا قبل بدء الامتحانات العمليات النظري كويس عمليات النظري بيكون من خلال استاجات أو اختبارات عملية حسب الاختصاصات وحسب المواد تماما بيتم أعداد الجداول ورفحها بشكل مباشر بعد تصحيح النظري بيتم دمج العلامات ومن قبل الجهة المركزية التي هي الوزارة تماما سنتحدث أكيد الآن مع ضيفتنا بالمحور الأخير حول التعليم المهني بشكل تفصيلي أكثر لكن حبيت فقط بتربية القنيط أن أعرج أيضا على هذا الأمر بنهاية حديثنا أستاذ عماد كل التوفيق لكم بمسعاكم ورسالة أخيرا لطلابنا تحديدا أتحدث أخيرا بهذه الدقائق ولكن حضرتك أكيد مستمر مع طلابنا بجولاتك الميدانية أنا اللي بدي وجه رسالة لطلابنا أولا طبيعة الأسئلة طبيعة الأسئلة واضحة وصريحة لا تنجروا وراء الدعايات والشائعات والشائعات والتوقعات هذا الشيء الكارسي تماما اليوم لا ترهن مستقبلك بدقائق أو بساعات من قبل بعض التجار العلم اللي عم يسوقوا بطريقة بيضللوا الناس حالة من الارتياح والهدوء أعطي نفسك القسط اللازم من الراحة لا تتوتر نعم الوقت الكافي وانطلق إلى عملك اليومي الانتحاناتك بشكل طبيعي لأنه عملية الضغط والسهر الطويل جدا عم ينعكس على أداك بدل ما عم تزيد كمية الإجابة عم تقلص أو متنقص كمية الإجابة نتيجة الأرقاء من الجسم بحاجة إلى وقت كافي لحتى يجيب اليوم احنا مطلوب منه تأمين كل المتطلبات الصحة والسلام لأبنائنا النجاح ليس النجاح التعليمي بالمؤهل بالعلامة النجاح هو أن تكون إنسان قادر على وضع خطة مستقبلية إليك ممكن ما حصلت العلامة الكاملة لكن جهودك ممكن تخليك إنسان متفوق بمجتمعك يعني اليوم إذا نقصت لك علامة علامتين بمادة معينة ما انتهى الكون لأنه ممكن تعوضها بمادة أخرى وممكن تكون أنت إنسان مبدع وإذا راحت عليك التحضيرية على سبيل المثال وما دخلت بالتحضيرية ما انتهى كونك وإنت ممكن تكون بيهندسة المعلومات أو الاتصالات وتصير إنسان شهير جدا ويكون مكان التاكل الاجتماعي أكبر من التحضيرية نفسه فبالتالي احنا ما بدنا نضغط أبنائنا بطريقة قسرية تنعكس سلبا على أداءهم هلأ نقدم كل ما يمكن لأبنائنا ونترك القدر ونترك إرادة الله بهذا الموضوع وخياراته إن شاء الله تكون خيارات موافقة تماما شكرا جزيلا أستاذ عماد أسعد يعطيكم ألف عافية نتمنى أكيد أن تصل هذه الرسائل لأولياء الطلاب وأيضا لطلابنا الأعزاء ويحققون أعلى الدرجات شكرا جزيلا مدير تربية القوني تيرا نورتنا شكرا جزيلا مشاهدينا مستمرون نحن وإياكم بالجزء الأخير أيضا من هذه الندوة ولكن بعد الفاصل